موسيقى مساء الخير برحب بحضراتكم معانا يوم جديد ومتابعة جديدة ومستمرة مع أحدكم لآخر الأخبار في الحياة اليوم النهاردة يمكن زي محادكم ملاحظين ما فيش عنوين رئيسية حتى الإنترو الخاص بالأخبار على طول دخلنا في فقراتنا وفي متابعة أهم الملفات اللي شغلة الرأي العام وبالتأكيد أهم ملف دلوقتي مستمر معانا ومضطرين للأسف الشديد نتعامل معاه على الرغم أننا دايما بنقول أن المغالطات والأكاذيب والتضليل المتعمد اللي بيمرسوا جماعة الإخوان والمنابر الإعلامية التابعة ليهم مازال للأسف الشديد مستمر ضد الدولة المصرية لكن علينا التعامل مع ده ومواجهته علينا فتح كل الأمور وكل المغالطات اللي الهدف منها إحداث بلبلة إحداث نوع من أنواع الارتباك يبقى ما فيش ثقة ما بين المواطن ودولته وقيدته وكل اللي دولة بتقوم بيه خلال الفترة الأخيرة هنتعامل مع ده ونوضح ده لأنه ده دور الأصيل للإعلام لازم يقوم بيه وفي المقابل إحنا لأ فيه شغل وفيه إجراءات بتتم وفيه تطورات مهمة بتحصل الدولة ماشية وبنشتغل وفيه حاجات فيه واجب على الدولة أنها تقوم بيه تجاه المواطن المصري فده برضو إحنا مستمرين في التعامل معه النهاردة كان فيه كلمة مهمة لرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء موجوده طبعا في نيويورك وحضوره الجلسة الخاصة بالجمال العامة الأمم المتحدة لكن كمان على هامش هذه المشاركة وإحنا بنتكلم على ملف الرعاية الصحية والتجربة المصرية اللي بنباهي بيها العالم كله إن إحنا إزاي عندنا مبادرات مهمة في مجال الصحة عندنا إنجاز في التعامل والقضاء على فيروسي إشادة من منظمة الصحة العالمية تعميم لهذه التجربة في القارة الإفريقية وفي أي دولة بتعاني من نفس المرض ده فالرئيس النهاردة كان في جلسة متعلقة بالرعاية الصحية شرح وده طبعا دور مهم جدا إن الرئيس وإحنا بنتكلم على مشاركاته في أي محفل دولي بيبقى حريص على إنه يوضح حجم التطور والإنجاز اللي بيحصل في الدولة المصرية قدام الجميع سأقوم بيكلم بقى على الرعاية الصحية أو في الملف الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة النهاردة كمان إحنا منتظرين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ وهنتابع طبعا أول ما دا يكون إن شاء الله متاح مع حضراتكم خلوني أرحب بضفنة اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم من بداية الحلقة الكاتب الصحفي أستاذ بلال الدوي مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب مساء الخير أستاذ بلال مساء الخير وأهلا بحضرتك وأهلا بأستاذ المشاهدين إحنا بنستعين بيك لأنك أنت موسوعة في الموضوع هنتكلم فيه يعني تاريخ جماعة الإخوان وأكاذيب هذه الجماعة ومنابرهم في الماضي وفي الحاضر والاستمرار في هذا النهج فعايزين نوضحه للمشاهد الكريم اللي بيتابعنا لكن في الأولى استأذنك لأنه النهاردة فيه تطور مهم الحياة فاكرين لما تكلمنا عن الفابراكة الخاصة بأحداث الثورة المزعومة اللي قالوا عنها الفيديوهات اللي غيروا فيها وركبوا صوت وفيديوهات قديمة وطبعا الكلام ده كان فيه تعامل معها من قبل الإعلام الدولي وفيه بعض المنابر الإعلامية اللي خدت عن الأنادول وخدت عن قناة الجزيرة وبعد كده رجعوا واكتشفوا حجم الخطأ اللي ارتكبوا واعتذروا عنه لكن النهاردة بنكلم بقى على عدد من المنظمات الحققية والدولية اللي أدانت بشكل واضح وقاطع الدور اللي بتقوم بيه قناة الجزيرة وقنوات اللي معاها بنكلم على المنظمة العربية للحق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بنكلم كمان على الرابطة الخليجية لحقوق الحريات بنكلم على المنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسانية هذه المنظمات أدانوا أولا لغة التحريد الصادرة من إعلام قطر وأن دعوتها التحريدية لبس الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر وقالوا أن هذه اللغة هتسبب في انتهاك للأرواح والحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وعدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصدقية والقواعد العالمية للخبر ده طبعا على خلفية فابريكتها للأخبار وسياسة الكذب اللي بيتمرسوا هذه القناة ومن معها الكلام ده على لسان عدد من المنظمات الحقوقية اللي طلعت فيها بيان طلعت بيان ووضحت دور الجزيرة وعدم اتباع القواعد المهنية والإصرار على تصعيد أو تأجيج المشهد في مصر معانا تقرير هنتابعوا مع حضراتكم لكن أنا زمالي بلول أول فيه زمننا العزيز خالد أبو بكر هو جاهز معانا دلوقتي علشان من المهم نتابع نشوف اللي بيحصل في نيويورك وطبيعة اللقاءات اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعات الأخيرة مساء الخير يا خالد أهلا وسهلا بيك ويعني كلمة معاك وقلنا إيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل في الساعات اللي فاتت مساء الخير يا لبناء مساء الخير على كل السادة المشاهدين أنا موجود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك واستمحوا لي الأول أن أنا أقول لكم أنه خلفي بتكون موجودة صور كل الأمناء العموم للأمم المتحدة وصورة المرحوم بطرس غالي موجودة خلفي ودي ملحوظة يعني حرست أنا وزميل أن احنا يكون التسجيل من أمامها ويعني نترحم عليه وتترحم عليه الدبلوماسية المصرية اللي الحقيقة النهاردة يعني كانت في قمة نشاطها ومؤسسة الرئاسة أيضا كانت في قمة نشاطها منذ الساعات الأولى من اليوم ساعات عمل كبيرة جدا واجتماعات طويلة جدا دارت على مدار هذا اليوم الرئيس سيسي بدأ اللقاءات اليوم حيث ألقى كلمة كانت تقريبا الساعة تسعة ونص في الجلسة العامة والاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة وكلمة مصر يعني أزيعت على الهواء على حضرتكم جميعا والكلمة أشاد فيها الرئيس بيعني ما تم من إنجازات في حملة 100 مليون صحة وكثير من الأشياء التي شهدت لها منظمات الصحة العالمية بتفرد مصر بهم بعد ذلك وبشكل سريع جدا وأرجو أن يفهم يعني كل من يشاهدنا أن هناك خلية عمل تعمل خلف الرئيس كل شيء بدقة والمواعيد تلو المواعيد يعني تقريبا وأنا بتكلم معكم حد الوقتي من التاسعة صباحا المواعيد لم تنقطع واللقاءات لم تنقطع حتى هذه اللحظات بعد ذلك التقى الرئيس سيسي مع رئيس وزراء إيطاليا وعادة ما يكون للاجتماع وقت محدد إلا أن المباحثات تستغرق وقتا أطول بعد ذلك استقبل السيد الرئيس رئيس وزراء بلجيكا ثم رئيسة وزراء النرويج وانتهت لقاءات الرئيس تقريبا مع هؤلاء الزعماء تقريبا من حوالي ربع ساعة من الآن بعد ذلك هناك لقاء بين الرئيس والرئيس ترامب وده تقريبا هيكون الساعة الرابعة عصرا ودي قمة مصرية أمريكية اعتدنا عليها دائما في كل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن ينتهي الرئيس من لقاء الرئيس ترامب له لقاء أيضا مع المتشارة الألمانية أنجلا ميركل ويمكن أعتقد أن دا اليوم الأكثر سخونة والأكثر ازدحاما في جدوى الأعمال سيدة الرئيس في حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ما ينتهي لقاء أنجلا ميركل الرئيس أيضا لديه عشاء مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع عدد من مدراء الشركات الكبرى وهنا أحب أقف عشان أقول لكل يسمعونا أن أجندة الرئيس فيها جانب استثماري في منتهى الرواع إنبارح تلقيت دعوة من مؤسسة الرئاسة لحضور اجتماع الرئيس عقده مع غرفة التجارة الأمريكية وهنا يعني مهمة أوي أن المواطن المصري وكل الشركات اللي بتسمعنا العاملة في مصر تعرف كيف تفكر القيادة السياسية المصرية في خدمة الاستثمار حوالي خمسين شركة من أكبر الشركات الأمريكية بنتكلم عن أباتشي بنتكلم عن ماستر كارد بنتكلم عن شركات كبيرة جدا بنتكلم عن فايزر اللي لفت نظري أن الرئيس يتحدث مع كل رئيس شركة وبينهم علاقة طويلة يتحدث مع رئيس فايزر بعلاقة طويلة يتحدث عن علاقات تربط مصر مع هذه الشركات الأمريكية الكبيرة يتحدث عن ماذا وعد به الرئيس منذ ثلاث سنوات لأن هذه الاجتماعات كانت دائما مصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بدأ وكأن بينهم وبين الرئيس علاقة طويلة جدا وكانت لهم بعض المطالب الرئيس بدأ الاجتماع وسأل إن كانت هذه المطالب انتهت فكثير منهم تحدثوا عن أن كل هذه العقبات انتهت وده أعطى انطباع جيد في بداية الاجتماع عن أن مصر تتقدم فيما يتعلق بموضوع إزالة جميع عواقب الاستثمار أيضا كان موجود في هذا الاجتماع وفد وزاري رفيع المستوى كان موجود سيد الواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة كان موجود الوزير سامح شكري وزيرة التضامن وزير البترول وزيرة الصحة وزيرة البيئة والرئيس في أثناء كلماته توقف فجأة وقال لن أتحدث بمفردي سأعطي لكل زملاء يقصد الوزراء الحاضرين كلمة لكل منهم كي يشرح التطور الذي قامت به مصر خلال السنوات الماضية الرئيس استقبل كل الكلمات من الشركات الأمريكية بموضوعية شديدة جدا وكان يدون كل شيء وطرق انطباعا جيدا الحقيقة اتكلمت مع أكثر من رئيس الشركة من الشركات الانطباع كان جيد جدا واحنا الحقيقة شهدنا دقة ورصد شديد جدا من سيادة الرئيس في كل جزئية تتعلق بأسئلة هذه الشركات والرئيس عرض عليهم أيضا مشروعات زي استثمار في صناعة السيارات واستخدام الطاقة النظيفة زي الغاز الطبيعي وأيضا كانت هناك شركة أمريكية قبرى صندوق استثماري كبير عرض على السيد الرئيس الاستثمار في مجال محطات الكهرباء وأيضا تحليات المياه بكل المعاني كان اجتماعا رائعا ومفيدا جدا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي اليوم نفس الموضوع في اجتماع تقريبا الساعة سبعة ونص سيادة الرئيس داعي أكبر مدراء تنفيذيين للشركات الأمريكية والأسماء اللي احنا سمعناها والشركات هي يعني من المستوى الأول بعض هذه الشركات ميزانياتها تفوق ميزانيات دول والرئيس يعني يعطي مساحة لكل هؤلاء كي يتحدثوا وكي يشرح فرص الاستثمار في مصر بشكل كبير جدا إذن اليوم كان هو اليوم الأكثر يعني ازدحاما والحقيقة جلسات عمل مضنية وفريق عمل يعمل وراء الرئيس بكل كفاءة وموضوعية وهناك حيوية في أداء مؤسسة الرئاسة والرئيس بشكل كبير جدا وحضور ذهني في كافة التفاصيل ودقة شديدة جدا من تسعة صباحا وحتى هذه اللحظة واليوم مستمر كلمة التي ألقاها الرئيس بداية لقاء رئيس وزراء إيطاليا رئيس وزراء بلجيكا رئيس وزراء النرويج الرئيس دونالد ترامب بعد ساعة أو ساعة ونصف من الآن ثم المستشارة الألمانية أنجلا ميركر ثم العشاء الذي تحدثت عنه مصر تشهد حضورا كبيرا وموضوعيا وناجحا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أعتقد أن هناك ثبات وثقة في مؤسسة الرئاسة أنها تعلم تماما ماذا تفعل تخطط تماما وكل عام تأتي بجديد كي تخاطب به المجتمع الدولي ده ما لدينا في هذا اليوم وإن شاء الله بكرة هنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد في زيارة السيد رئيس إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكركم شكرا جزيلا شكرا زميلي العزيز خالد أبو بكر شكرا على الجهد وعلى التفاصيل وكل المعلومات اللي انت قلتها وطبعا بتأكيد احنا متابعين ومستمرين معاك ونرجع مرة تانية طبعا نتابع كل التطورات وكل الجديد اللي بيحصل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اللقاءات اللي بيقوم بيها الرئيس والاتفاقات وازاي كمان وممكن ده سؤالي لأستاذ بلال اللي بجدد تحياتي به مرة تانية يعني على الرغم من كل اللي بنتعامل معاك واستهداف الدولة المصرية والشعب المصري الا ان فيه خطوات سبتة وتقدم بيتم احرازه سواء في الملف الداخلي او في ملف العلاقات الخاصية هل ده اللي بيأكد او اللي بيخلي المحاولات دي تكون مستميطة اكتر يعني مع كل نجاح مع كل انجاز بنلاقي النبرة تاع الاستهداف يبقى اقوى اولا انا بشكرك على المقدمة الجميلة اللطيفة اللي بتقول ان يعني انا امام مزيعة فهمة ووعية الكلام اللي بتقوله كويس المقدمة الجميلة اللي بتلخص الوضع بالزبط اللي مصري فيه كتر خير فعلا احنا احنا عندنا وعي والشعب المصري عنده وعي كبير جدا وده اللي احنا شفناه في اخر عشر تيام او في اخر اسبوعين احنا مزيه كل مرة حصل كل مرة بيعمله كده فيلم وعايزين يأكلوا الشعب ليه كده والشعب يصدق ولكن الشعب كان تصدى الشعب كان البطل في الاسبوعين اللي فاتوا دول في حاجات كتير اتقالت في شائعات في فابركات واخيرا اللي حصل يوم الجمعة انا شايف ان الشعب كان عنده يقظة غير عادية وكان خلاص الموضوع بالنسبة له معروف ومفقوس ومش هيحصل تاني ولا احداث خمسة وعشرين ولا هنسمح ان لقسام الشرطة تتحرق او الاعتداء على المحاكم او اقتحام السجون لا الشعب كان يقص جدا 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 واحنا طبعا بنقول ان خلاص ان الشعب دلوقتي بقى هو اللي بتصدى الاخوان يعني الكلام ده من زمان احنا بنقول بعد فضع تسام رابعة كان ولاد كده تبع جماعة الاخوان موجودين كل خمسة عملوا تنظيم وطبعا فيه سلاح وفيه فلوس وكان خرط الشاطر بنظم الولاد دول واسم ياسين وطبعا الولاد دول كانوا بيعملوا عملات ارهابية ما كانش فيه بيانات موجودة عنهم في الشرطة لان الشرطة في 25 يناير كانت تم اقتحام امن الدولة في 5 مارس 2011 وامن الدولة كان عندهم معلومات كلها عن الاخوان اللي هم القيادات الكبيرة الولاد دول كان فجئنا بهم معلومات جديدة فالشرطة بدأت تضع يديها على جميع خيوط التنظيمات الارهابية وده جهد مشكور ومحمود ولازم نقوله لازم نقول كمان ان الولاد اللي طالوا عملون العملات الارهابية دي كلها الشعب كان بيشوف الشعب شاف على هوق مباشرة عملية اغتيال النائب العام المحترم الشهيدة شام بركات وبناء عليه الشعب شاف رمز العدالة بيتم استهدافه من اولاد اعترفوا في النيابة اعترفوا اعترفات تفصيلي طيب النتيجة ايه يجيوا اعترفوا في النيابة عناصر الاخوان اللي هم الولاد الصغرين دول اللي كانوا موجودين في الجماعات ولمهم خارج شاطروا بيدعمهم في الفلوس وانه فجأ نلاقي الاخوان برا الهاربين يقولوا كلام عكس اللي قالوا الولاد في اتعاد النيابة وبناء عليه اللي خدوا احكام قضاء انها ايه فيه فده كذب يعني نسد تاب استنى عشان يبقى الكلام موسق خلونا نشوف الاعترفات الصوت والصورة اللي كانت بلال بيتكلم عنها مرة تانية واللي بعد كده بيتم التراجع عنها او يتقال انه لا والله يعني ساعات كمان بيكون فيه يعني متجرة بالدم او متجرة حتى بأي موقف ده طلعوا كمان ده شهيد اه طلعوا شهيد ابيقوله الشهيد محمود الاحمد بالزط هو ارهابي ارهابي عتيد يعني هو اعترف نسمع مع حضرتكم يحيى موسى بلغني او كلفني بعد كده طلب مني انا ومجموعة احنا نستعد لتنفيذ عملية اختلفها الناب العام وربطني بعد كده على اللين بواحد اسمه احمد جمال اسم الحركة بتاعه وعلي وده مسؤول مجموعة الرص دكتور يحيى موسى وده انا عنوان شقة في الحياة الثالث وانت الشيخ زايد اعتفاء خمسشة اليوم بعد كده جاء علي محمود الاحمدي لو لدي اسم الحركة محمدي بعد كده كلفنا الدكتور يحيى موسى ان انا هكون مسؤول عملية كبيرة قبلت احمد جمال وروحنا لمنطقة تساكننا بالعام في مصر الجديدة نزلنا انا هو درسنا المنطقة وشوفنا المنطقة كويس وبلغت خالد باللي شفناه فقال لي خلاص هننفذ العملية بعرابي مفخخة دكتور يحيى موسى واسم الحركة خالد كلفني ان انا اشتغل معه في العمليات النوعية وكلفني ان احضر دورة عن تصنيع متفجرات وكلفني ان انا اشتري عربيات وكنت العربيات باشتريها عن طريق بطايا مفقودة باخدها من مكتب البريد وكان بيبعاتلي الفلوس عن طريق واحد اخواني اسمه احمد ومن ضمن العربات اللي اشترتها كانت عربية اشترتها من سوق السيارات عربية سبرانزا ويحيى موسى فهيمن العربية هنشتريها عشان هنفجر بيها موكب النائب العام سافرت الشرقية وجهست المواد عن طريق اخواني اسمه سأ طحنت المواد اللي جبتها عشان اجزبها لابوها في مزرعة في مركزهية في الشرقية كان معي بيطحن معي واحد اسمه اسامة اسم الحركة بتاعه اعترافات تفصيلية زمحاتكم متابعين معانا يعني بكل التفاصيل الكلام عن بيرقبوا البيت ازاي التحركات ازاي العربية اللي تم استخدامها صور المتفجرات والاسلحة ما هو ده اللي صنع المتفجرات ده اللي صنع المتفجرات الاستاذ الارهابي اردوغان طلع وقالك ده شهيد محمود الاحمدي ده شهيد لان الولد محمود الاحمدي كان في المحكمة قالك ان انا تعذبت فكلمة تعذبت فقدام النيابة فطبعا النيابة شكلت لجنة طب بشرع بقى واللجنة خاصة ومجموعة من اعضاء النيابة المخصوصين زيطة طب بشرع قالك انا اتكهربت لو كهربوني اعترف ان انا قتلت السادات يا فاندي فاشكله له لجنة تعال بيقول كلام ففضح ان الولد لو يوجد في جسمه اي نوع من انواع الكهربة ولا تعذب ولا اي حق خالص في حضور المحامين بتوعه بس الكلام ده ما هواش جديد جدا ليه بقى لان المحامين اصلا بتوع جماعة الاخوان اللي بترافع عن مرسي وبديعه الشطر والبلتاج الشرط الاشرار دول هم نفسه بالمحامين بتاع الولاد في قضية مقتل النقب العام ماشي والمحامي ذات نفسه اللي محامي الولاد دول في قضية النقب العام ابن محامي جماعة الاخوان في قضية سيد قد وقضية زينب الغزالي زينب الغزالي قالت ايه في القضية قالت انا تعذبت وما اتشو عليك كلام ده كلام كله كلام كذب كلام كذب جدا جدا فهم اخترعوا كذب ده من زمان لدرجتين عضو التنظيم السري بتاع الاخوان ده من زمان يعني بدأ الانشاء من تهيقلي بتقريبا من سنة 42 وبيعملوا عملات إرهابية بقى راشي باشا وأحمد مهر باشا وابراهن باشا عبداللهدي وكل ده ومقتل وحاول يستهدفه جمال عبدالناصر في المنشاة في 54 وتنظيم سيد قطب في 65 هو التنظيم السري ده اللي أقل الأعضاء فيه في سنة 65 هم اللي تولوا قيادة الإخوان في 2011 و2012 و2013 اللي هو محمد بديق ومحمود عزي تخيالي حضرتك في قضية سيد قطب قالوا نصا كده كنت عايزين تعملوا ايه؟ قال لك كنا عايزين نغرق القاهرة عن طريق تفجير الانطر الخيرية نفس الفكر ده كانوا حاولوا يفجروا المحطات الكهرباء حاولوا يفجروا محطات المية حاولوا يعملوا عملات إرهابية في الشارع فده نفس اللي بيحصل احنا شفنا جنب من انتاج العالم كانوا يحاولوا يفجروا محطات الكهرباء والكلام ده كله فالفكر واحد فكر التنظيم السري واحد ليه بقى؟ ومستند لكتب ومرجعيات سيد قطب اللي بتتيح ده اللي اتنين اللي كانوا متهمين من أعضاء الإخوان في قضية سيد قطب محمد بديع ومحمود عزت تولوا قيادة الإخوان في الفترة في آخر الخمس سنين أو عشر سنين من قبل 25 نهار وبالتالي الفكر بقى فكر سيد قطب خلاص نسينا فكرة حاسنة البنة وبقى أصبح هو هو فكر سيد قطب اللي هو بقى محاربة الدولة تكفير عدم الاعتراب بالدولة تكفير الآخر نحن الإخوان نحن الإخوان المسلمون فقط غيرنا مش إخوان طلع هم بقى ما احنا بنعرف تاريخهم منين من نفسهم واحد اسمه أحمد عدل كمال كان عضو من فتاح للتنظيم السري اللي كان متهم في قضية الصهارة الجيب نحن تاريخ الإخوان معروف لقوا الصهارة الجيب كده في الشارع فيها سلاح نفس اللي حصل ونحن أحمد يقول له احنا جبنا وحطناها في سيارة وروحنا جاهزناها في الشيخ زايد ووصلناها للولاد قدام نادي السكة وسلمناها له واحد يسلم الواحد عشان معرفوش بعض خلايا يعني ده خمسة بس مع بعض معرفوش غير بعض وكده فالناس مهمتهم يجيبوا العربية وجاهزوا فيها المتفجرات والناس مهمتهم يخضوا العربية ويسلموا الناس قدام النقب حاجات كده يعني توزيع أدوار اه توزيع أدوار وبالتالي أحمد عدل كمال كان متمرس في القصة دي في تنظيم الدولي في تنظيم السري عمل أحمد عدل كمال طلع كتاب في غاية الخطورة كل الناس لابد أنها تقرأ يعني اللي ما أراهوش يقرأ هم ناس كده أروتوا بس اللي ما أراهوش يقرأ اللي عايز يعرف تاريخ الإخوان المتطرف الإرهابي العنيف اللي مش من دلوقتي القديم خالص اللي احنا بنشوف كوبي تاني منه أحمد عدل كمال قال في كتابه إيه لأنه كان عضو في تنظيم السري قال في كتابه إيه قال إن احنا كنا بنهي أعضاءنا للكذب بنهي أعضاءنا للكذب طيب الدين يا أستاذ أحمد يا عدل كمال نموذج للكذب اللي أنت أجذبت وأنت وأعضاءك قال لك إحنا أجذبنا ونشرنا مجموعة من الأراء الكذبة كلها على المجتمع المصري والمجتمع المصري شربها يعني إيه قال لك إن احنا قلنا للناس إن احنا هنروح نجاة في فلسطين وعشان نجاة في فلسطين لازم أعضاءنا يتدربوا على السلاح ورمي يتدرب بالنار وتصنيع المتفاجرات والكلام قلنا ادعينا يعني ما عملوش طب إيه القصة قال لك إن احنا كنا بندرب مجموعة من الأعضاء في المؤطم بندربهم على السلاح ودرب النار وتصنيع المتفاجرات في المؤطم اتمسكوا الشرطة مسكتهم ساعتها ولما مسكتهم الشرطة قدمتهم للنيابة قال لك ده عشان فلسطين قال لك ده احنا كنا بندرب على درب السلاح عشان فلسطين لهذا ده هو اللي بيقول ادعينا بس هم بيشارعانه الكذب يعني هما بيقولون ده اسلوب إن احنا يعني نفدي نفسنا أو إن كذب هنا مباح أو التقية اللي هما بيكلموا عنه واحد اللي أولاد أصلا أنا قلت لحضرين بيعلمهم الكذب يعني كون إنه هو إخواني بقى كذاب يعني إخواني كذاب مش مسلم لا إخواني كذاب هما تعال حضرتك عارف عبد الرحمن يصف القردوي ده كتب مقال ابن يصف القردوي كتب مقال قال له أختلف معك يا أبي إن مرسي لا يصلح وإن جماعة الإخوان عملت كذا ولا تصلح للسلطة كلام مهم جدا جدا في مقال معروف والناس تدخل تشوف دلوقتي بيغار نفس الكلام غار الكلام بتاعه طيب إذا كانت الإخوان لا تصلح للسلطة أنت عايزهم في السلطة ليه يعني أنت عايز حضرتك مية واربعة مليون يكون موجود على رأس السلطة فيهم رئيس جمهورية لا يصلح بملاسبة كلامك ده التمسك بالسلطة والتهديد أنه لو ما حصلناش على السلطة هنحرق مصر خلونا نفتكر مع بعض كده تهديد البلتاجي أثناء اعتصام ربعة وصفوة حجازي وكل اللي كانوا موجودين أنه بيهددونا أنه هنحرق البلد هتشوف طبعا الكلام ده كله طب هو ده إسلام طب ده أمي الإسلام الدين المعاملة الإسلام المعتدل الوسطي نتابع الكلام ده لما بنعيده تاني كلام مستفز جدا أنه عشان الكرسي عشان السلطة أنت بتهدد شعبك أنت بتهدد إخواتك أنه دم وعربيات مفخخة وهنحرق البلد فيمكن ده وإحنا بنربطه برضه بالحاضر دلوقتي أنه برضه في موضوع الجمعة اللي فاتت هم عايزين الدم يعني ما كانوا بيقولوا كل ولا مظاهرات ولا أعداد أول ما يبقى فيه دم يبقى ساعة كلام تاني الدم دايما هو المفتاح بالنسبة له هم أصلا يعني إحنا قلنا إخوان كاذبون إحنا أسفين لا هم إخوان كاذبون ودمويون لازم كلمة دي تكون معاها يعني كذب ودم هم عايزين يعني سلوكهم أصلا سلوكهم أصلا التطرف هم تربوا على التطرف ما أنت إخوان مسلمين طيب التاني اللي مش غيرك يعني أنا مش إخوان مسلمين يبقى إيه هو حلال بالنسبة لي أبقى مش مسلم طب وبعدين طب فين 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 الآخر وفين وسطية الإسلام وفين الاعتدال وفين الله إمان الأقبال تعمل فيهم إيه إخواتك وأشقائك في المجتمع تعمل فيهم إيه إمان المختلف معك سياسيا تعمل في إيه إذا كنت إنت أصلا أصلا إنت كإخواني لم تتربى على الحرية ولا الديمقراطية ليه أنت كالجسطة في يد المغاستل ده رقم واحد في كتاب الإخوان أول سطر تسمع وتطيع بس هي الإجابة وصلتني يا بلال أنه كل أسئلتك اللي بتسألها دلوقتي أنه بالممارسة والسنة اللي قضوها في الحكم إحنا شفنا بيتعاملوا إزاي مع المختلف معاه بيتعاملوا إزاي مع المعترض بيتعاملوا إزاي أنه خلاص وصلنا فكلكم تنحوا جانبا كده خلاص إحنا وصلنا ومسكنا البلد فانتهى الموضوع لما حصل 30 يونيو شفنا أن هم حرقوا مصر فعالية أنت فاكر التفجيرات وكنا كل شوية هنا في البرنامج نقول في عبوة ناسية في الحتة الفلنية في تفجير كذا في كذا أبراج الكهرباء كان كان الدنيا عايمة يعني القتل والاغتيال والحرائق ده كان مسلسل ما بينتهيش وإحنا عشان كده بنقول الشعب المصري أرجوكو لا تنسوا يعني حتى لا ننسى إحنا بنعرض لحضراتكم مش إحنا مش إحنا الأستاذة لبن عسل المزيعة المتميزة يا جماعة بتعرض لكم هذه المقاطع من الفيديو حتى لا ننسى حتى لا ننسى ليه لأن إحنا الرئيس عبدالفتاح السيسي تخيالي أستاذة أنا رصدتها يمكن الزملاء زمانينا في المراكز البحثية في الإمارات رصدوا القصة دي وقالوا لي في التقريب بتاعهم يعني إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال اللي حدت قلتي ده في جملة بسطة جدا 18 مرة في 18 خطاب نحن أمام معركة البقاء والبناء بنواجههم وبندفع التمن وبنفضي روحنا عشان خاطر نحمي مصر من هؤلاء الأشرار وبنبني البلد في نفس الوقت أنا عايز أقول جملة بسيطة جدا هو إحنا يعني نتفاخر ونتباهى بالمشروعات والإنجازات والعاصمة الإدرية والعالمين وكبري رود الفرج والقناة السويس وكل ده كله والآخر نجي نصدق جملة بتتقال على الهيئة لندسية لازم الشحب يعرف كلام ده هو إحنا بس شطرين نتباهى بالقصة دي وراجبنا عربياتنا بقى وقافلين التكييف ومبسوطين ببلدنا والإنجازات اللي بتحصل المشروعات وإيه كمالة دي وإيه الطرق دي وإيه الإنجازات والمشروعات والصوب الزراعية والمزارة السمكية وكل مشروعات بتفتتح قدامنا علنا على الهواء مباشرة مش زي ما ناس تانية كانت بتحط حجر الأساس وموت يحمر بقى لمؤاخذة في الكلمة لا إن مشروعات بتفتتح قدامنا بنتباهى بيها وبنتفاخر والآخر كلمة تتقال يقول لك نطعن في الناس الشرفاء هو ده اللي ما ينفعش تتفق أو تختلف تعترض ما يكونش الحل إنك تهد إنك تهد خطوات عملنا احنا عايزين نقول كلام واضح وصريح بعض القوى السياسية الآن تضع يدها في يد الإخوان مش أنا اللي بقول هم مسلوكهم كده سلوكهم كده خلينا في الحل دي إنه ده كان سؤالي لك حقيقة وإحنا بتكلم بقى على الإخوان واللي بيعملوا دلوقتي طبعا واضح إن خلال الفترة اللي فاتت كان فيه إفلاس لإنهما كانوا بيحاولوا أكتر من مرة يحرقوا الشعب وفاكي برضو قالك 11-11 وسورت الغلابة صور عيل صغار كده ولد اسمو ياسر هربان وعيل عبيدت أهله تبروا منه فبيقول لك أنا هعمل صورة الغلابة 11-11 فكانت الدولة المصرية هي اللي كانت وقفة وكانت بتصدى للإرهاب زي ما احنا قلنا وتبني المشروعات شغالة ما بتقفش طيب هما بقى حاولوا كلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا دلوقتي بيطلوا علينا بس بتكتيك تاني باستراتيجية تانية يا أستاذ بلالي يعني لما تكلم على بعض القوى السياسية اللي دم استقطابهم وجوه برضو قديمة تم استدعائها وجوه جديدة تم بروزتها واصناعت منها أبطال يعني برضو إيه الأياد الخفية إيه المخطط ده يعني يعني فيه خيوط تانية جديدة بيتم تطفيرها علشان يقرروا السيناريو تاني الكلام بقى بأساس الكلام اللي احنا نتكلمه فردينه على السؤال ده إن الآن الدولة المصرية يعني حصل نوع من أنواع اليقظة مشروعات بتتبني والدولة صحية وفيه إنجازات بتحصل وفيه معدل النمو بخمسة وستة من عشر في المية والحديثة النقض بخمسة واربعين مليار مليار دولار وفيه البطالة بتقل وفيه مشروعات وفيه الدولة المصرية تتمد فيه اكتشافات بيترولية وكده يعني فهم يعملوا ايه هم على الأرض مفيش قدامهم أي حل إلا حكتين الشائعات والكذا الجهاز الأمن الوطني قدر بكل قوة إن بعد فترة من الفترات قدرنا قدر جهاز الأمن الوطني يضع إيده على جميع خيوط التنظيمات الإرهابية زي ما شفنا في المطرية مبارح ولد عضو فيه حركة حسم هي دلوقتي الكل جود الأمني متوجه نحو حركة حسم تنظيم اللي هو محمد محمد كمال في شقة في البستين تم القضاء قطع التمويل عن طريق الصحوة اللي حصلت فيه غسيل أموال في البنك المركزي والأفضل على القيادات هنا وقطع الخوطة اللي تصال بينهم وبين التنظيم في الداخل والتنظيم في الخارج وده اللي قاله نص تحقات نابة أمن الدولة في القضية اللي هي 314 حركة حسم قاله إن إحنا لنا أزرع في الخارج اللي هو يحيى موسى اللي الولد قال عليه دلوقتي اللي كان متهم في حضيط تغتالي النابل عام يعني موسى القائد الكبير بتاعهم ومعاهم كمان علي بطيخ ومعاهم كمان جمال حشمت ومعاهم أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن موجود في الفيوم هو موجود دلوقتي في تركيا هارب وهو أصلا من الفيوم من سنورس فعشان كده التنظيم موجود في الفيوم شوية أعضاء وقرائب وناس كده يعني فأي عضو من الأعضاء حركة حسم باتين متتبع فخلاص الشرطة دلوقتي بقت متكفلة بحركة حسم والدولة شغالة والمشروعات شغالة والمدارس بدأت وخلاص ومفيش حاجة عجلة الانتاج لا تتوقف والدولة ماشية في طريقها نحو البناء طب هم فين على الأعضاء ما فيش اللي حكتين شائعات فيسبوك وتويتر وإعلام خارجي إعلام خارجي القنوات الإرهابية اللي بتتمول من قطر وموجودة في طبعا موجودة في الدوحة وموجودة في تركيا وقناة اللي هي في لندن التانية دي وبناء عليهم إعلام خارجي وكاذب وكاذب بيّن يعني كاذب بيّن جدا موجود في السوشيال ميديا طب خلينا نرجع ونكمل كلامنا في المنطقة دي لكن بمناسبة إعلامهم فكين لما كانوا عاملين برضو الجزيرة مباشر مصر يعني 24 ساعة ما لهمش حاجة فبرضو في قناعة لليوتيوب مباشر قطر اللي هو قاعدين لهم برضو فمباشر قطر بتوري برضو وبتبين إيه اللي بتقوم بقناة الجزيرة واللي معاها الدور القطري تجاه الدولة المصرية إزاي بيفبركوا إزاي بيجدبوا إزاي بيضللوا نتابع ده مع أحدكم ونرجع مرة تانية أستاذ بلال الدوي مدير مكتب مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب لسه مستمرين ولسه بنتكلم على الدور القطري على جماعة الأخوان واللي بيأيدهم وبيسندهم واللي بيوفر لهم كمان الدعم المالي غير الدعم الإعلامي من شوية كنت بتقول إن بعض القوى السياسية أو طيارات بعينها تورطت لما كنا بنتكلم من شهور على خلية الأمل وباعترافات جماعة الأخوان نفسهم لما بنسمحهم في قنواتهم بيدعوا دلوقتي إنه نتوحد كلنا إنه ولا فيه لبرالي ولا علماني وقصة طبعا لإنه هم أنصرهم ومؤيديهم وتابعيهم بس ألا قلت فإنه هم بنشتري ناس تانية أو عايزين نوحد الصف دي دعوتهم ده معنى إيه؟ معنى إن إن مازال حتى الآن مجموعة من السياسيين بيندحك عليهم إحنا يعني كانت قزمة مصر كبيرة جدا لما مجموعة من السياسيين الكبر راحوا فرمونت وقالوا إن إحنا عصر اللمون عصر اللمون بقى وكلام ملوش لازمة يدل إن هم ده إحنا مرنا بحاجات سياسيين تقصم بالله يتحكموا في ميدان عام على مرتكبوه في حق مصر إنت تعرف يا أستاذي 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 كبير تعرف إن الإخوان جماعة رهبية منذ قدم الأزل وتروح فرمونت تقدمهم يا أستاذي اللي عامل نفسك ناصري وتقدمهم إنت اللي تقدم المؤتمر وتقول إن نحن مع جماعة الإخوان يا راجل عيب عليك يا راجل عيب عليك ده أنت السياسة يعني يعني السياسة ملعونة للدرجة دي مش ممكن أنا لما لقى دلوقتي قوة سياسية تطلع بيان من حسن نفع ده أنا عايزة فهم الدكتور حسن نفع ده بيكتب إيه اللي بيقول ده إيه الكلام اللي بيكتبه في الشرق الأوسط في القدس العربي وبيقول إن لابد من خروج الناس من السجن مين اللي يخرج للسجن هو مين يقدر مين التخين في البلد يقدر يخرج واحد من السجن فان ده سؤال يعني هو مين اللي بيخرج الناس من السجن النيابة طب ما تروحوا من النيابة فاكن لما عرضوا ويدفعوا فلوس عشان يخرجوا بمناسبة قصة الفلوس إن كل حاجة بالفلوس هم أنت أقول لك كل واحد يدفع خمس سلاف دولار خمس سلاف دولار واحد بيكلمني بقول لي إيه رأيك في قصة دولت له طبعا أنا ضد الكلام ده بس والله بالمناسبة هم كان واحد قال لك ستين ألف قلت لهم كذب أصلا هم يعني عاداتهم أليل جدا وعايزين يدفعوا كل واحد خمس سلاف دولار طيب يدفعوا الخمس سلاف دولار ونروحوا لهم بضع لهم تاني يعني ما حصلش حاجة عادي جدا فهم أصلا الفلوس أصلا جاية لهم تمويل وكله يعني إرهاب في إرهاب فإحنا عايزين نقول لك قوة السياسة من فضلكم من فضلكم حسبوا شوية على كلامكم ومش وقتا عم ترى في الموضوع إذا كان النيابة العامة بتتهم واحد طيب طب ما أنا تهمت في قضيتين ثلاثة قضية نشر وروحت وقفت قدام القاضي وما فيش حبس للصعفين يعني طيب ما فيش حد كبير على النيابة يا جماعة إذا كان في حد تقبض عليه ولا متهم في قضية طب إيه يعني وعلى كبير على التعايم معك متهم تعال تفضل إذا كان رئيس الجمهورية حسني مبارك الأسبق قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر القائد العسكري الوحيد اللي كان موجود في غرفة عاملات القوات المسلحة اللي عايش على قيد الحياة حتى الآن هو الوحيد اللي تقدم النيابة يعني أنا بتكلم على قيمته كقائد عسكري هو الوحيد اللي ما زال عايش كان موجود في غرفة عاملات القوات المسلحة في 73 ده حاجة تاريخ كبير جدا طبعا اتقدم النيابة واقف قدام القاضي هو حضرتك كسياسي يعني إيه سياسي يعني تحترم الدولة ليك حقوق تفضل عليك واجبات ستوب أنا بأتكلم على أعضاء حزب الدستور وحزب التحالف الشعبي أنتو القيادات بتاعكو طلعت بيانات بتقول إن مش عارف إيه وإيه وحزب الكرامة تجميد وكلام بقى يعني إيه هما شطار في الكلام ده يعني إنما على الأرض الواقع اللي عندهم حولية اقتصادية ولا عندهم حولية سياسية ولا ولهم متواجد أصلا عند الرأي العام ما حدش يعرف يعني إيه يعني فما حدش يعرف هما يعني مكروم فين ولا أعضاءهم إيه ولا هما مش عارفين أعدادهم حتى كان طلعوا بيان بيؤذروا جماعة الأخير يا راجل عيب يا راجل عيب انت وهو يا دكتور حسن نفع إيه باللي بتعمله ده دكتور إيه وسياسة إيه وعلوم سياسية إيه يا راجل ده انت عن المنطق هينتحر منك ما ينفعش كده تقول لي لابد من خروج فوق السبعين من المرضى ومعرفش مين اللي في السجول نعم يعني إيه لابد أولا ده حق الشعب المصري وحق الشعب دقنا وده قضاء وده كلمة يعني وإحنا يعني إحنا نسينا أنه اللعنينا منه وبعد لما مرسي يعني وقت ما مسك الحكم وأفرج عن الإرهابيين واستدعى الإرهابيين من أفغانستان وغيرها وبقى هم الشوكة اللي في ظهر بلدنا يعني في سينة وهنا فبالتالي يعني خطأ لا يخطف أنا عايزين نقول من فضلكو يا جماعة حسن نفع ده لما أخذ أنا جت عندكم في حلقة من شهرين كده مع الأستاذ خلد وبكر وتكلمت على معلومتين ثلاثة فقلت لابد من التحفظ والحمد لله اسمه اللي أنا قلت عليه تم التحفظه وطلع إخوان فعلا فأعنا عايزين نوجه رسالة النقا بالعام من فضلك سات النقا بالعام من فضلك سات النقا بالعام هو أي حد كده يطلع يتكلم أي كلام غير مسؤوله ويقولك أنا أستاذ علوم سياسية يعني يا سات النقا بالعام من فضلك الدكتور حسن نفع يطلع يقول لابد من خروج بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اللي تعدوا سن السبعين يعني إيه يا فندي والعملات الإرهابات دي كلها المتورطين فيها ده الفطاح اللي فوق السبعين من جماعة الإخوان خلاص نطلع بقى كل اللي فوق السبعين بقى نطلع كل الناس البلطاجي والإرهابي وخلاص بقى على العدالة السلام ما ينفعش لازم النقا بالعام يتحرك من فضلك يا فندي أنا بقول لحضرتك بلاج على الهوى ما يكتبه الدكتور حسن نفع خارج العقل وخارج المنطق وخارج السياسة وخارج أي حاج لابد يشوف الكلام ده ربما يكون حاجة حصلت له أصل هو ما ينفعش إن إحنا بعد ما شفنا يعني حرق الإقسام والشهد اللي بتدفع حياتها دي كلها وده يا راجل ده ده الإرهاب ده إحنا شفنا أيام وشفنا سنين وشفنا شهداء في الجيش والشرطة والمدنيين والقضاء مش كده يا دكتور حسن ما ينفعش اللي بتكتبه ده انت كده بتصير الناس بتصير الشهداء وأهل الشهداء لابد إن إحنا نكون على قدر من الفطنة والزكاء والعقل قبل الزكاء حتى طيب أستاذ بلال خلينا برضو إحنا بنتكلم وبنناقش لكن برضو بنشوف بعنينا وبنسمع بو ادنين مرة تانية كانوا بيقولوا إيه ومازالوا بيتكلموا عننا إزاي وعن البلد وتهديداتهم وكدبهم الفج الحقيقة خلونا نتابع كده ده عادي نشوف دكتور حسن نفع شوفه ولو يا صمحت ويكتب كده مقال عليه بدل ما قولك طلعوا لي الناس اللي في السجون بفضل لدكتور دكتور إيه؟ بمناسبة كلام أم الشيط يا ريتو دكتور حسن نفع يكون شاف الكلام ده شاف الفيديو ده طيب أول لو ما شافوش موجود على اليوتيوب إحنا لما نتكلم إن البلد الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن فيه إرادة قوية لحماية البلد دي في وسط محيط من الأزمات اللي في المنطقة العربية بلال استهداف أمننا بمعنى استهداف المستلعسكرية استهداف الدخلية محاولة تشويها محاولة زرعي يعني أملهم دايما يقولوا فيه انقسام هيبقى فيه انقلاب داخل الجيش اللعب على الوطر ده إحنا بنتكلم إن خلاص جماعة الإخوان أفسدت كل شيء يعني ما عادش عندهم حاجة يخجالوا منها الكذب وصل أقصى هما لدرجة للدعاء على الجيش كلامهم مرضوض عليه يعني إحنا أمام دراسة عملها ولد إخواني هو بقول لك أنا دعوة سلفية والكلام ده كله بس سوا إخواني هما كلهم واحد من البطن الواحدة اسمه أحمد مولانا أحمد مولانا هما عاملين مركز دراسات في تركيا يرقصه عمر دراج يرقصه عمر دراج أحمد مولانا كاتب في المعهد ده دراسة عن حركة حسن بيعترف إن حركة حسن جميع أعضاؤها إخوان وبيعترف إن هما اللي قاتلوا المستشار النبي العام وهم اللي تورطوا في محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتل جمهوري الأسبق ومحاولة اغتيال المستشار الجليل زكريا عبدالعزيز النائب العامة المساعد المحترم وتورطه في حرق نادي الدباط بدوميات وكمين مسترد وبعد 13 عمليات إرهابية هو بيعترف بكده يعني بيعترف بالعمليات الإرهابية اللي عملوها أحمد مولانا طيب هو حركة بقى بقوله إن هو مش إرهابين ليه هو الدكتور حسن نفع بقول مش إرهابين ليه الإخوان وعايز يطلعهم ليه هو الدكتور حسن نفع عايز إيه تاني نسبة هولو إن الناس دي إرهابيين إذا كانوا هم بقولوا عن نفسنا إحنا إرهابيين إذا كان البلتاجي قال إن إحنا أصلا تراجع عن 32 يونيو يا شعب مصر عشان الإرهاب في سيناء يقف يعني حرك معك الحنفي حنفيتي الإرهاب معاك بمنهم هم معاك يعني يعني إحنا عمينا نقول أمثلة على تاريخ الإخوان الإرهابي طب ما قدامنا أصلا إحنا شفنا شفنا شام عشماوي وشفنا همام عطي أجناد مصر وشام عشماوي تنظيم أنصار بيت المقدس وشفنا عمر رفاع سرور وشفنا النماذج دي كلها قدامنا وشفنا الإرهابيين الإرهابيين اللي هم إرهابيين يعني على صلة بأعناصر تنظيم القعدة شفنا زي ما حدرك قلتي إن مرسي أفرج على الإرهابيين خرج بعدها واحد منهم وطلع سوريا بتعمل إيه في سوريا يا ابني أحمد سلاما مبروك قال لك أنا قائد الفتوى في جبهة النصرة يا سلام يعني شعب مصر محمد مرسي أفرج عن مفتي جبهة النصرة اللي في سوريا إذا كان هم في الأستاذ كان هو بيدعو بشكل مباشر للجهات في سوريا ما إحنا عايزين نقولي الشعب إذا كان هم بقولوا عن نفسهم كده أصلا يعني أحمد سلاما مبروك ده خرج طلع فجئنا أول مرة أبا محمد الجولاني إنه هو قائد جبهة النصرة يطلع كان الأول بيطلع في قناة الجزيرة ملسم لو حريك فاكرة أحمد منصور عمل حوار معاه مرة من الظهر ومرة حطه ملسم أول مرة يطلع بوشه أبا محمد الجولاني قائد تنظيم جبهة النصرة كان في المرة اللي طلع فيها جنبه أحمد سلاما مبروك القائد اللي قائد جبهة النصرة طلع أبا محمد الجولاني وجنبه أحمد سلاما مبروك من هنا بقى وارجع لسؤالي من هنا العداء واستهداف الجيش الداخلية إنهما مش عايزين يكون في قوة منظمة حق الصد بتاعنا مين إحنا كلنا بنقول إن إحنا نفدي مصر بروحنا يعني فاكرة لما كانوا بيحاولوا يعملوا الميليشيات والكلام ده كله ده موضوع كبير ده موضوع كبير جدا ده موضوع كبير جدا 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 إحنا بنقول دلوقتي إن إحنا عايزين نفدي البلد بتاعنا فهنطلع كلنا نحامي طيب إذا كون هنطلع بسدرنا كده ولا هم معهم سلاح هيخلصوا علينا في الشوارع طيب مين بقى اللي بتصد عن الشعب زي ما رئيس إيسي قال قال لما يخلصوا على الجيش والشرطة يعدوا علينا الأول بعد كده يجيوا الشعب طيب مين اللي بتصدى ليهم الجيش والشرطة طيب إيه اللي حصل هم مش عايزين الجيش والشرطة خلينا في الحد ده بالزد برضو نقول لأهلينا واخواتنا الشعب المصري نقول لهم إن الفكرة كلها كانت خارط الشاطر كان قدامه الخيوط كلها وهو اللي شايف إن الجيش والشرطة مع الشعب فمن هذه النقطة تقريبا في نوفمبر لما الناس خرجت للتحادية بعد الإعلان الدستوري الدكتاتوري تدريبات العسكرية الإعلان الدستوري الدكتاتوري وإحنا نسينا الإعلان الدستوري يا جماعة هنقفل بقى المحاكم بالجنازير وخلاص اللي ليه قضية مرسي يضحى الصبح كده ده يعني هيحكم فينا هو متحصن فإحنا بعد الإعلان الدستوري الناس تظهرت الجيش والشرطة قال لك لأ طب إحنا هنموت الناس إزاي قدامنا التحدي ماينفعش نزلوا هما خارط الشاطر من ساعتها قال لك من جيش والشرطة هنتخلط من طب نعمل إيه هو عايز يعمل إيه واستجوبوهم فاكل استجوبوهم ماهنوش هما الشرطة قال لك نعمل شرطة موازية وجيش موازي يعني إيه الشرطة كلها تبقى تابعة خارط الشاطر والجيش يبقى تابعة خارط الشاطر هل يرضى عاقل بهذا يا جماعة في حد يرضى دكتور حسن نفع عايز الإخوان يرجعوا تاني عشان يبقى عندنا جيش موازي وشرطة موازية عايز يبقى عندنا نفتح الأنفاء للإرهابين يا دكتور حسن يعني أنا مش فهم إيه السياسة ده يا جماعة ولا هو بقى تخريف واحد على المعاشر عندنا عنوين كتير عايزين نرجع أنا عايز بس بعد ذلك حضرتك أنا أحمل إليك رسالة من أخوي الحجم ممدوح الدول بيقول لي أنا مش عايز حاجة إلا حاجة واحدة الأمن ثم الأمن بناء على الجملة اللي قالتها والدة الشهيد إن هي بتقول إيه إحنا كنا فين وبقينا فين إحنا عايزين الأمن أقفوا مع الأمن فإحنا بنقول نفس القصة دي لإنه دي رسالة أنا حملتها لحضرتك يعني لسه مع بعض ولسه نكمل كلامنا وفي ملفات وعناوين كتيرة ليه علاقة بلي بنتعامل معاه النهاردة ليه علاقة بإنه ليه مصر ليه الإصرار على تكرار نفس السيناريو سيناريو الفوضى والعنف والدم ومصر رايح على فين السؤال الشهير اللي كنا بنسأله من 6-7 سنين للأسف إنه يعني لما نرجع مرة تانا نتكلم فيه ده شيء يعني الحقيقة يعني بصراحة مش مضطرين نتعامل مع كده أو مضطرين نسأل السؤال ده لإنه بعد لما بقى قدامنا واقع على الأرض إحنا شايفينه ولمسينه قدامنا مستقبل إحنا بصين عليه وعارفين طبيعة الخطوات اللي بتدم فبتأكيد يعني مش مفيش مغامرة أو مجسفة إنه بقى فيه علامة استفهام وإنت مش عارف مستقبلك رايح على فين أو مصر رايحة على فين بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم رحب حضراتكم معنا مرة تانية بنرجع نكمل موضوعنا الدور القطري الإعلام المجبوه استهداف الدولة وبتدينا حتى كلامنا بعدد من المنظمات الحقيقية اللي طلعت بيان النهاردة أدانت في السلوك اللي بتنتهجه جماعة الإخوان أو قناة الجزيرة ومن معها من قنوات يعني في تأجيج المشهد في مصر في الفابركة وفي الأكاذيب اللي بيقوموا بيها وتكلموا كمان على إنه بيطلبوا إن يكون فيه تحرك قانوني وتحرك كمان سياسي من قبل جامعة الدول العربية تجاه هذه الدولة وتجاه إعلامهم على كل أحوال إحنا وإحنا بنبص برضو وبنتابع لأنه كنتوا عارفين اللي بيشوف القنوات دي وبيشوف إعلامهم يعني يتخيل إن الدنيا مولعة في البلد إن في كل حتة فيه مظاهرات إن في كل محافظة فيه مسيرات وفيه مظاهرات رافضة ويعني الدنيا أيمة على رجل الحقيقة بقى فيه تحرك كمان من قبل المواطن العادي إنه لما بقى بيسمع الكلام ده بنشوف إنه بينزل يصور إنه بيبقى موجود في الشارع بيعمل مدخلة ويتكلم يقول أنا كل حاجة عندي تمام فإنك تبص برضو تشوف الصورة اللي هما بيتكلموا عنها والفابركة اللي هما بيقوموا بيها وفي المقابل بتشوف حقيقة القمر على سبيل المثال من مبارح للنهاردة ما لهمش كلام غير عن السويس وطبعا أنتم فاهمين ليه السويس يعني أثناء 25 يناير لما المظاهرات نزلت والكلام ده كله والتحركات اللي كانت الدنيا كانت هادية وما فيش أول ما حصل سقط أول شهيد في السويس وتحرك أهالي السويس ساعتها الدنيا قامت وأصبحت بالفعل يعني المسألة خدت منحنة تانية هما طبعا مصريين وعايزين الدم علشان المسألة تتساعد لكن عن السويس تحديدا بيقولوا السويس أيمة بقالها يومين إحنا معنا فيديو عن السويس ومن السويس والشارع السويسي وأهل السويس شايفين الوضع إزاي نتابع ترجمة نانسي قنقر أستاذ بلال الدوي الكاتب الصحفي مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب اتعليقك عايزين نشكر الشعب السويس نشكر أهل السويس على أولا أن هما معروف عنهم أن هما بينفروا من جامعة الإخوان وكان لهم دور كبير جدا تفاكر حظر التجول حظر التجول هي كانت دي بقى الشرارة اللي خلت كل الناس بلعبوا كورة أه كانوا بلعبوا كورة مع الجيش لما الجيش نزل وده طبعا يعني ده يعني جهد يعني لازم نشكر أبناء السويس وإحنا برضو بنتكلم في القصة دي عايز أقول إن الشائعات مشهد جميل الشائعات برضو وصلت ليه المحلة وميدان الشون لما قالوا هناك إنه في مظاهرات ضد مش عارف مين وقبلها الوسكندرية في ميدان الشون عايزين يعني باعتبار إن أنا ابن من أبناء المحلة وأهلي في المحلة طب طمين تبقى سألت أكيد أنت بقى عربك وأهلك ميدان الشون تذكرت كل أهلينا لما خرجوا وراحوا كلهم ميدان الشون للتظاهر في 30 يونيو من 28 و29 لحد 37 ميدان الشون العظيم الشاهد على صورة 30 يونيو وخلع الإخوان وخلع مرسي وخلع مرسي الخاين وخلع المرشد فميدان الشون هم بيقولوا إن كان فيه مظاهرات في ميدان الشون ميدان الشون زي الفل وأهل المحلة معروفين بتمسكهم مع القوات المسلحة ومعروفين إن هما كان لهم دور كبير جدا أكبر نسبة تواجد فيه الميدان الميدان في مصر في 30 يونيو كانت في ميدان الشون طبعا كل الأهلي خرجت ناس كتيرا خرجوا أعداد لا تتخيل أنا من وجهة نظري بقول إن يعني أنا بختلف مع الراجل اللي قالك 33 مليون اللي خرجوا في 30 يونيو لا 33 مليون مين الناس كانت بعد على أطبان القطارات وموقفين كل الدنيا كانت واقفة وعايز أقول الجملة افتكرتها في القصة دي الكذب فيه واحد اسمه الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان ده كان رئيس تحرير القدس العربي خرج من القدس العربي بعد صورة 30 يونيو بخمسة أيام خرج وبدأ دلوقتي عمل موقع اسمه الرأي اليوم صلح عبدالباري عطوان ده نفس الشائعات والأكاذيب اللي بتتقال دي هو بوق الإرهاب بوق الظلميين أنا مسمي كده عمل عبدالباري عطوان بيجذب ضد الدولة المصرية كان جاء مصر قبل ما مرسي يمشي بإسبوعين بيحكي في مقال اسمه الجيش هو الحل من فضلك شعب مصر بدخلوا شوفوا المقال ده اسمه الجيش هو الحل عبدالباري عطوان عندنا المقال الجيش هو الحل قبل 30 يونيو بسبوعين بيقولنا نلتقيق قيادات المجلس العسكري وعدت معهم وعدت مع مرسي وهذا رأيي في مقال رأيه إيه؟ أن الدولة المصرية هي الدولة رقم واحد في الاعتصامات في العالم إن الشعب المصري سيرحب فرحيبا كبيرا جدا جدا خمسين جدا بنزول الجيش في حالة طلب الشعب المصري نزول الجيش في 30 يونيو محمد مرسي أصبح الطريق بينه وبين القوى السياسية والمعارضة طريق مسدود أقسم بالله بيقول كده نصا نصا المقال بتاعه ده بيقول حاجة تانية بيقول إن الشعب المصري أصبح لا يطيق محمد مرسي وأصبح يكرهه أكثر من كره الشعب المصري لعسني مبارك ده اللي بيقول ده مين؟ قبل ثورة 30 يونيو هو جه قبلها بسبوعين 11-14 في مصر وكتب المقال ده طيب إذا كنت بتقول الكلام ده سعب برع طوال يا كذاب يا اللي بتجذب عايز الشعب المصري يعمل ايه؟ الشعب المصري قام بثورة وخالع الرجل المعزول الخين ده اللي كان بيتخبر مع تنظيم القاعدة وكان بي ودى الوسائق أمن الدولة ووسائق المخابرات العامة ووسائق قوات المسلحة ووسائق المخابرات الحربية القطر بالفلوس قام عليه الشعب المصري وقطح بيه في ثورة عظيمة جدا 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 ما زلنا حتى الآن بنقول إن نحن والآن في تدعات ثورة 30 يونيو العظيمة اللي أطعب بحكم الإخوان طيب كتبه بعدها بخمسة أيام في خمسة سبعة كلام لا ينم إلا عن واحد إرهابي جيناته كرات الدم البيضاء والحمراء كلها إرهاب بيقول إيه؟ بيقول إن الإسلاميين مش هيسكوتوا وبحور الدم ستكون في مصر وبناء عليه التفجيرات والتهديدات اللي كان بقول له هينفزوه يعني حضرك مع التهديدات يعني حضرتك مع الإرهاب يعني حضرتك مع التفجير يعني حضرتك لا تدين التفجير يعني حضرتك لا تعترب بالحريات مش إنت بتاع حريات مش إنت بتاع إعلامه حرية إعلامه ديمقراطية طيب هنعمل إيه الشعب المصري نزل الآن مش عايزه وإنت اللي قلت إن الشعب كل معتصر أكبر نسبة اعتصامات يا عبدالباري عطوان يا كذاب يا مرتشي يالي إنت اسمك أصلا في قصة الصحفيين عبدالباري دولار إنت بتشتنى ليد الوقت وعمل تقول الدولة المصرية هل يستدعيهم للمشهد مرة تانية لا ما الشعب المصري كشفهم خلاص يعني ما فيش مواطيات تتكلم عن كده الشعب المصري كشفهم خلاص التخين فيهم تافي يعني الكبير بتاعهم تافي لما نتكلم بقى على مراهنة أو تحرك من يعني واضح الدور التركي ومنمبارح للنهار ده برضو فيه كلام جاي على اللسان سياسيين أتراك ومعارضين أتراك بيفضحوا أو بيتكلموا عن طبيعة الدور التركي وليه معادات الدولة المصرية وإنه إحنا فقدنا كتير وفقدنا سيطرتنا في مطلات البحر المتوسط إنه لو الرئيسة فتاح السيسي قعد مع أردوغان عشان موضوع الغاز هتوقف كل الشيء وهي الحل البنت اللي كانت بتويتها دي ده فيه كلام كبير جدا فده أقولك فيه فيه مصالح فيه خطة تانية بتاعي بص حضرتك أقولك الحاجة إحنا دلوقتي يعني فيه حراك موجود في إسطنبول في تركيا اللي إحنا شايفينه فيه متطرف آخر لازم الشعب المصر برضو يعرفه اسمه ياسين أقطاي ياسين أقطاي ده مستشار السياسي للأردوغان مستشار السياسي والإعلامي من سبتمبر 2017 للأردوغان الرجل ده يهبل 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 يختار واحدة من التلاتة أو حاجة تانية يعمى يعمى يختله حاجة من التلاتة أو يخترت نيه يهبل يعمى هو بيقول إيه؟ بيقول طلع بيتكلم بيقول هو بيكتف في موقع يارن شفق هو بيقول إيه؟ إن نحن الأتراك نطمئن جماعة الإخوان بأنهم لدينا 15 ألف إخوان موجودين في تركيا بنطمنكم إن أنتوا مش هحصل لكم ولن نرحلكم زي ما بنرحل السوريين لطول مع حزب العدالة والتنمية التركي موجود في السلطة ده المعارضة التركية يعني حضرتك دلوقتي يا سيني أقطاي طالع بتقول إن طول ما أردوغان موجود في تركيا على رأس السلطة والحزب بتاعه العدالة والتنمية موجود في السلطة الإخوان في مأمن؟ يعني إيه حضرتك؟ وبعدين عمال تقول إن لابد أن ترامب بيحرد ترامب ضد الرئيس السيسي باعتبر إن الرئيس السيسي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وبيتكلم كلام بيقولك إن أمريكا على دقية 20 مصدقى يبدأ إحنا ما عندناش معتقالية إحنا عندنا قانون وعدالة بدليل إن الرئيس الخين بحكم قضاء نهاية إبات محمد مرسي وقف قدام القاضي الرئيس محمد حسني مبارك وقف قدام القاضي أنا كصحفي وقفت قدام القاضي كل الناس هو ده اللي كنا بنشر لي على موضوع الغاز والكلام البنت دي مقربة جدا من الإدارة التركية وبتقول كلام جامل جدا إحنا بس حايتين نقول للشعب المصري البنت دي بتقول ليه؟ بتقول لي حينما توقف يجلس الرئيس السيسي مع أردوغان لتوصل إلى حل فيما تعلق فيه الغاز الشرق الأوسط والحدود طيب ما الشعب المصري يشوف اللي حصل إيه في القصة دي؟ الخطر دلوقتي جامل جدا فيه الإسراع كبير جدا فيه منطقة غاز الشرق الأوسط أو منطقة الشمالية المصري هتفكر تحركاتهم البحرية والتحاد الأوروبي طيب إحنا عملنا إيه بقى؟ الرئيس عفتح سيس عمل إيه؟ عمل فتح كده صفحة كيف تحمل أمن القوم المصري وقام جاي منفزها بحكم إنه هو عشان اللي كي بولك لسه مدير المخابرات الحرقية الحاملات الطائرات طيب بيقول إيه؟ إنه قبل أي حاجة خالص قبل أي حاجة نشوف حدودنا فين ترسيم الحدود قام بترسيم الحدود مع أبرس واليونان أعرف منطقة فين أنا فين وانت فين الخط ده عندي آخري والخط ده عندك 180 كيلو حدود مصرية الحدود المياه الإقليمي طيب وبعدين أبدأ أعمل تعاقدات جديدة مع شركات التنقيب عن الغاز والبترول في المنطقة بتاعتي اللي أنا خلاص حددت فيها معك أبرس واليونان طيب الشركات اللي هتنقب ما كان لها يا شعب مصر كان لها مصتحقات ما دفعتش مش حصن برك اللي ما دفعهاش الدولة المصرية اللي ما دفعتهاش ما هي الدولة المصرية إحنا ما مفيش حد تاني إحنا الدولة المصرية مدفعتهاش ليه لإن 25 يناير 2011 و2012 كانوا فيه خوانة وجاء استكمالنا في النص فما كانش فيه مين اللي هيدفع مين اللي هيدفع أصلا فما كانش فيه حد نكلم مين مفيش مفهوم وبناء عليه الدولة المصرية استطاعت أن هي تقوم بتزديد مستحقات شركات البترول العالمية اللي بتنقب عن البترول في أرضنا من 30 سنة كان لها مستحقات الدولة مصرية دفعتها 8 مليار دولار وأكتر وصلت دفع أول مرة 8 مليار وصلوا حتى الآن 25 مليار دولار عشان بس ليقول لك الدولة مصرية بتعمل إيه ما تفهم الأول يا ابن افهم ما تمشيش وراء الخوانة فيه واحد محترم هيمش وراء خاين فيه شعب مصر محترم هيمش وراء خوانة فعايزين نقول بعد ما سدد المستحقات قدر إن هو شركات عمل توقعات معاها واتفاقيات بالتنقيب الرئيس سيسي قال مرة قال إيه قال لك أنا شريف اسمعاني جا أقول لي مبروكة فندم على حق لزهرى نبدأ التنقيب وشا قال له أنا عايز عشر حقول لي لإن نحن بنستوى 60% من حتياجاتنا وجون قال عليه الرئيس سيسي عشان كده الإرهابي أردوغان الإرهابي تاني وياتسين أقطاع المستشار بتاعه الإرهابي زيه لأنه دعم للإرهاب عندهم حاجة بتنقلهم من قصة إن مصر ماشية ومرجز إقليمي للطاقة وده بيهدد مصالحهم لأ لسه ما أنا هقول لي حضرتك عشان نحمي بقى عشان نحمي الحقول بتاعنا الغاز دي نعمل إيه ما هيطلع عليك لأ ما أنت لازم تكون قوية وزي ما رئيس سيسي قال في مؤتمر الشاباء الأخير قال لك لأ ما أنت طول منطقة قوية تقدر تدفع عن نفسك هندفع عن لقمتنا فعشان كده الرفال والمستيرال موجود فالجيش موجود القوات البحرية موجودة بتحمي ما ينتج عن حقل ظهر اللي بيجيب لنا دولار اللي بيجيب لنا غاز عشان نقلل احتياجاتنا شوي احنا عايزين ستين في المية فكل ما ننتج أكتر كل ما يعني احتياجاتنا بجيب معلش يا مضطر قطعك أنا عارفة أن أنت عندك كلام كتير أو تقوله في ملفات كتيرة لكن في جون كمان جابه عمر أديب بمبارح الحقيقة يعني كانت ملعوبة يعني كانت حركة اللي ما شافش الموضوع أو ما سمعش عنه كان الإخوان بقال لهم فترة بيتكلموا عن موضوع سيدليات أو سيسير السيدليات 19 دير 11 وقالوا أنها طبعا الجيسة جوية وطلع المدحدة العسكري وقتها برضو نفع وبعد كده راحوا جايبين جابوا اسم محمود السيسي لأنه أحد أعضاء مجلس الإدارة بتاعة السيدليات دي وقالوا ده ابن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلموا على أن ده محاولات بقى يعني هو أفضارة المشهد وحاجات تجارية وحاجات مش عارفة إيه ده فيه توريس ده فيه كذا وكلام ده كله قام عمر قديم امبارح قبل الحلقة ما تطلع يعني عمل تنويه طبعا وقالوا انتظرونا وفيه كذا والأول مرة ومحمود السيسي هو عنده حق أو اسمه محمود السيسي الراجل يعني بس ف أنا عايزة قبل ما تكلم أنا كتير عايزةكوا تشوفوا وتشوفوا هما كانوا يعني استقبلوا الخبر ازاي يعني هما اللي فرشوا الفرشة دي يعني هما اللي قالوا محمود السيسي فقالوا يعني احنا قلنا محمود السيسي تجيب محمود السيسي طب انتوا عايزين إيه مش انتوا بتتكلموا عنه طب احنا هنجيبه طب بعد لما جيبناه حصل إيه طيب الهاشتاج اللي عملوه واللي تصرف عليه الملايين تعالوا نشوف مع بعض في فيديو تاني كمان بقى لو بساعة لما كان عمر أديب في الحلقة وجاب الكلام اللي بتقال دلوقتي قدامه والناس موجودين ومحمود كان اسم محمود حمدي عبد الفتاح السيسي دكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي ايوه فكانت وصل الضحك يعني الحقيقة يعني فخوا وقعوا فيه يعني هنا برضو أتكلم على وحنا بتكلم على الاستهداف الحقيقة برضو قصة التشويه الألفاظ الخارجة يعني أنه عايز تتحطم وتتكلم على الجيش أو بتتكلم على رأس الدولة رمز الدولة بتتكلم عن الأسرة يعني الحتة دي اللي هو المواطنة المصري بيتأفف من الكلام ده أنه يعني بيجرح السمع كده أنك تسمع كلام خارج بيبقى الهدف منه إيه يعني أنك تتعايز تحطم الاحترام الثقة مش بنتكلم بس على قيادة الدولة بس برضو يعني رمز دولتك هو دولتك يعني أنه برضو احترام الرئيس واحترام المواصلة العسكرية بتتابع ده ازاي نهجوهم في ده أنا ما بتعبوهمش أصلا لم وأدوى الشعب المصري هم ما فيش حد بيشوفهم إلا الإخوان زيهم يعني هم ما بيشوفش الحاجات دي إلا الإخوان زيهم ليه هو بقى اللي بتقبل إزاي ما حرج بتقول بتقبل الشتيمة والألفاظ طب إزاي وكذب كذب بيّن يعني يعني هو حرك يعني عايزة فهم أنت حرج بتتكلم الحرية والديمقراطية صح؟ طيب هو أردوغان ده إيه عندك بيعمل إيه يا رجل ده حبس تلتة أربع الصحافين هناك يا رجل ده إحنا شفنا على الهوم وشترة قيادات الجيش التركي في الشارع يعني مش عايزة أقول عمل فيهم إيه يا رجل ده إنتا ما عندكش حريات ده إنتا عندك ما حاجتش تكلم على الإقصاد إيه ده إنتا عندك ربعمائة وخمسين مليار دولار مليار دولار دين خارجي يا أردوغان ده إنتا عندك ده إنتا شتمت ده طلع في مؤتمر صحفي شتم ست يعني حد كان داخل الانتخابات ضده فإحنا عايزين نتكلم نقول في الجملة أخيرة إنتم بتكلوا بيمتكلين ولا أنتم يعني أنتم متأجرين أنتم متأجرين على مصر يعني أو أنتم تم شراء ولاقوا بالفلوس تمشر ولاقوا بالفلوس إحنا بنقول كل الرهان على الشعب المصري اللي هو أولا ما بصدقش الكلام ده اللي هو كان شفناه يوم الجمعة كان عمل دور مهم جدا 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 ذكرني بدور تلاتين يون أنا من برنامج الجميل الهادف الواعي بقدم يعني مبادرة ودعوة بقول ايه رأيكو يا شعب مصر ننزل الشارع يوم كده نعبر عن حبنا لتأييدنا لرئيس عبدالفتاح السيسي الله احنا احرار احنا بنحب الرئيس السيسي والكلام الفاضل اللي انت بتقولوه مش داخل في دماغنا او احنا كارهنكو او احنا ارهابكو ده مش عايزينه عايزين ننزل نقول الشعب المصر يبقى يوم جميل جدا وننزل نعبر عن حبنا وتبقى تجديد كده يعني تجديد احنا طبعا ثقاطنا في الرئيس السيسي كبيرة جدا انا بتكلم عن نفسي مش ما حاشي يقوليه بتكلمش عن نفسي عن حد انا بتكلم عن نفسي بقول ان انا من اشد المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي ليه لان انا شايف ان هذا الرجل يقوم بدور كبير جدا 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 لحماية الدولة المصرية ما بقولش بقى ان هو الاسعار والكلام ده لا ما كلنا عارفين ان في اسعار زيادة هو في حد دعم يقدر يقولك ما فيش اسعار زيادة بس هو حضرتك كفاني ما اللي بتكلم عن اسعار هو انهي دولة الاسعار فرخيصة بس يعني الاسعار على كل احوال انا يعني طبعا الوقت انا عارف احنا مش عايزين ليسدق بس الكلام الهراء بس هو الشعب المصري على خلفية دعوتك لي هو الشعب المصري دايما يعني عند الحاجة لما بيتم استدعائه اه لما بيتم استدعائه في موقف لحماية دولته لحماية مستقبله دايما بيكون موجود وحاضر في قلب الاشعار تصدق انا عايز اشكر فيفي عبدو على الفيديو اللي عملته ده حقيقي فيديو جميل جدا 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 بترد من نفسها بترد على الخاونة اللي موجودين في تركيا الخاونة اللي بي يعني بيلتولوا لصانهم على الشعب المصري بس انا مكملين وبنشتغل وبنسبت نفسنا في كل المحافل الدولية وعود مرة تانية وبعد الفاصل هنتكلم في ده جامعية العامة الاممتحدة كلم بقى في الشغل الرئيس واللي بيعمله واللي بيقوم به وكلمة مصر وازاي بيتم استقبالها والاقتصاد والاستثمارات اه يعني احنا بنقول بنتعامل مع الارهاب بنتعامل مع التحدي الخاص بالناس دي واللي معاهم لكن في نفس الوقت انت ده مش بيسنيك ابدا او يغيب ارادتك انك تبني وتشتغل وتعمل حاجة عشان خاطر بلدك وعشان خاطر ولادك شكرا جزيلا كتب الصحفي بلال الدوي مدير مركز الخليج لمكافحة الارهاب بشكرك على وجودك معنا وبعد الفاصل على طول عشان نتكلم على الموضوع ده هيشرفنا معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كلم عن ملف العلاقات الخارجية والتقدم اللي مصر احرزته في الملف ده بعد الفاصل مع حضرت امام المدارس ارتكزت الخدمات الأمنية وعلى بعد خطوات خدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية فقد أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة المدارس والطرق المؤدية إليها مع انطلاق عام دراسي جديد توجه فيه ملايين الطلبة إلى المدارس والجامعات والمعاهد مع أول يوم فيه تهدف الخطة إلى تسهيل وصول الطلاب لأماكن دراستهم وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لإبسط الأمن والنظام وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العمليات التعليمية والله أنا حسيت بأمان وحسيت أننا البلد بتاعتنا بخير بسطت من شكل الشرطة والأمن بجد يعني حسيت اللي أنا بنتي متطمن عليها شيء منظم وشيء كويس اللي اتمناننا على الأطفال ويطمنوا لهالي برضو نبقى إحنا عادين متطمنين عليهم ربنا يحفظ مصر ويحفظ جيشها وشعبها وشرطتها ومع اليوم الأول للدراسة استحب رجال الشرطة بمختلف مدريات الأمن أبناء الشهداء لمدارسهم في تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية يعكس تقديرا لتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا الوطن أرواحهم أثناء تأدية واجبهم فبقيت سيرتهم مخلدة في ذاكرة الوطن ووساما على صدور رجال الشرطة يقتدون بها كأروع مثال للتضحية والفداء أبناء الشهداء كانوا موضع رعاية واهتمام من مسؤول المدارس الذين استقبلوهم بترحاب أكد تقدير واعتزاز الشعب المصري بتضحيات رجال الشرطة لحفظ أمنه واستقراره أنا سعيدة جدا بيكم وفي منتهى السعادة إن أنا لقيتكوا جايين تشاركوني بداية الدراسة مع ولاد الشهداء اللي هم تاج على رأسنا أنا ابن الشهيد صابر أبنيه وده أول يوم ليه في المدرسة وسحبه بيجيه عشان يبدوني المدسة أنا وأقتي أنا شفت النهاردة الفرحة في عيون ولادي كانت بالدنيا كلها إحنا عادفين إحنا في قلوبكم وفي قلوبكم ما نتناسيش من وجود الولاد معاكم في كل مناسبة أحباش في الروزارفة تحنينا ألتوا لقافوا معنا ومش ناسينا النهاردة أول يوم مدرسة وشوفت أجد معنا نحد المدرسة ودي حالة كويسة جدا أنهم ما ننسيوش أولادهم نستشهدوا استهلأ السيد الرئيس عبد الفتح السيسي نشاطه لهذا اليوم بالتوجه إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث شارك سيادته في الاجتماع رفع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة وألقى سيادته كلمة مصر في هذا الشأن والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري وأكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الإفريقية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الوزراء الإيطالي جازبي كونتي في نيويورك السيد الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء الإيطالي على إعادة تعيينه مجددا رئيسا للحكومة الإيطالية مشيدا سيادته بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنصيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط نرحب بحضراتكم معنا مرتين خلينا بقى في الشغل والتي بتحققوا الدولة المصرية من إنجازات وخطوات سابتة على الأرض وفي ملف العلاقات الخارجية تحديدا نقدر نقول أن مصر حققت إنجاز كبير وتفرى في طبيعة علاقتها مع الخارج بعد فترة كانت مصر يعني فترة من فترات كانت مصر منكفئة على نفسها وعلى شؤونها الداخلية وكانت مهتمة بدأ أكتر ما هي مهتمة إنها تعكس مركزها وقوتها في محيطها وحكم المقاومات الجغرافية ومقاحة الاستراتيجي وكل الكلام ده لكن في الفترة الأخيرة بقينا بنشوف إن إحنا منفتحين على الجميع على الشرق وعلى الغرب بنوع في علاقتنا وفي تحالفاتنا وبعد فترة من العزلة الدولية أصبحت مصر موجودة وبقوة وبتدعى في كل المحافل الدولية رؤية مصر في كتير من الملفات بقى لها وزنها واعتبرها حرصنا على المشاركة في هذه المحافل الدولية أكيد فيه رسالة وفيه مدلول من وردة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي خلت مصر تحمل هموم القرى الأفريقية في كل المنتديات الدولية اللي بتدعى لها إيه دلالة ده وأهمية علاقات مصر الخارجية سواء على المستوى السياسي وإنعكاس ده على المستوى الاقتصادي ده هيكون محور حدثنا مع ضفنا اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم ضفنا الكريم معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأصبع مساء الخير يا معالي السفير أهلا أهلا مساعدة معالي السفير إحنا وحرم بتكلم مصر رئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك في أعمال الجماعية العامة لأمم المتحدة وكان النهاردة طبعا حدك أدرى برضو كان كلمته فيما تعلق بملف الرعاية الصحية وإحنا منتظرين طبعا مشاركته في قدمة المناخ بشكل عام الرئيس من ساعة ما تولى المسئولية هو حريص أنه يكون بيمثل الدولة المصرية بشخصه لا يوفد أي شخص ولا يعني أي مسئول الحرس ده إيه دلالته أو إيه الرسالة من وعدها أولا أستاذ اللبنة السيد الرئيس للمرة السادسة بيشارك في هذا المؤتمر اللي بيعد المنتدى السياسي الأهم على الساحة العالمية ده مجلس إدارة العالم 193 دولة متساوية الأصوات بيتم خلال هذه الدورة من كل عام منقشة القضايا السياسية الدولية والتحديات سواء كانت التنموية أو المناخية أو ما يتعلق بسياسات السلم والأمن وخلالها يمكن للقيادات السياسية فيما بينها التداول بشأن علاقاتها الثنائية بشأن القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة للبعد الثنائي في العلاقات المصرية مع كل هذه الدول أو مع الولايات المتحدة لأن مقر الاجتماع في نيويورك في مقر الأمم المتحدة والجمعية العامة هي واحد من أهم المنظمات الست التابعة أو الأجهزة الست التابعة للأمم المتحدة وفيها إحنا في المرحلة دي اللي بتمر بها يعني المجتمع الدولي بنزاعات ومواجهات تجارية وصدمات مسلحة وإرهاب وهجرة غير شرعية بيأتي اجتماع بقى الدورة 74 ليؤكد على أهمية التعددية أن نتشارك معا في مواجهة تلك القضايا وتذلك يعني البعد الثنائي في هذه الزيارة الرئيس من الدورة 69 للدورة 74 بين السورة مصر اللي بتواجه الاضطرابات الداخلية اللي بتواجه عملية إصلاح اقتصادي اللي بتنجح في تحقيق الإصلاح الاقتصادي اللي بتواجه تحديات التنمية اللي بتشيل هموم المنطقة وبتواجه الإرهاب نيابة عن العالم وعن أوروبا لأن احنا جنوب أوروبا كل ما يحدث لدينا ما حدث في سوريا انتقل بملايين المهاجرين إلى أوروبا وبالتالي العالم كله مرتبط بمركز الاستقرار بمصر مصر هنا هي دور هي مكانة هي دولة ذات مصداقية بتنقل أراء يستمع إليها العالم فيما يخص الإرهاب لدينا رؤية للمواجهة الشاملة ليست فقط أمنية أو عسكرية ولكن رؤية متكملة أيدلوجية وثقافية تنموية سيد الرئيس بكرة هيتكلم وأكيد هيكشف في كلمته مصادر تمويل الإرهاب والدعوة لموقف دولي لأن احنا أمام المنظمة متعددة وجاءات النظر متعددة الأطراف أمام توجهات حماية سواء كانت تجارية أو أمنية أو عسكرية وانسحابات من المنظمات زي البريكزيت فيما يخص حالة بريطانيا أو القرارات أحدية الجانب من ترامب هل نترك المجتمع الدولي يسقط في فخة ثنائية أم نعود به إلى التعددية والحلول الشاملة للقضايا لأنها هي قضايا كلها عابرة للحدود كل التحديات الدولية اللي بتناقشها القمة أو الدورة الحالية الأربعة وسبعين هي تحديات عابرة للحدود المناخ هو يتحدث عن الكوكب لابد أن نتشارك جميعا في حماية الأرض نحن لا نحمي إقليم ولا نحمي دولة ولكن نحمي كوكب تحول إلى صوبة زراعية الحرارة لا تختفي تنهار الجبال الثلجية فتنشأ الفيضانات وينشأ أيضا التصحر والجفاف عنوان قمة الأفريقية السنالي إيكاني أستاذة لبناء كان الهجرات الداخلية والنزوح بسبب البحث عن الماء نتيجة التصحر والجفاف 26 مليون أفريقي بيعانوا من هذا الأمر ففي قمة المناخ الرئيس ستحدث عن المسئولية الدولية لأنه قال الرئيس وقت طبعا في قمة الأفريقية أنه توزيع المسئولية بالشكل العادل أو الأعباء بالشكل العادل أن الدول المتقدمة كمان تتحمل تكلفة والفاتورة بحكم أنها المتسببة في هذا التغير وأن الدول الأفريقية أو الدول النامية هي اللي بيقع عليها العب أو الدرر الأكبر هنا برضو ونرجع على جئاسة مصر الاتحاد الأفريقي والرؤية اللي بيحملها الرئيس لأي مدى اختلفت هذه الرؤية قبل كده مع السفير بمعنى إحنا لما شفنا الورقة اللي قدمها الرئيس وكلمته أنه بقى في عرض لأولوياتنا إحنا القارة الأفريقية إيه اللي هي محتاجة لما تكلم على استثمارات لما تكلم على بنية تحتية لما تكلم على اتفاقات أنه لا يملأ علينا أولوياتنا لكن أنتوا عايزين تستثمروا أو تنهضوا بالقارة الأفريقية وفقا لإحتياجاتنا إحنا لأي مدى فيه اختلف هو شوف يا سيدة لبناء اللي بيقوله السيد الرئيس لتوطين الاستثمارات في القارة الأفريقية هو ده المدخل لمواجهة الإرهاب هو ده المدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية ويحل النزاعات المسلحة لماذا يهجر الإفريقي إلى أوروبا أو إلى غيرها نتيجة إما النزاعات المسلحة أو الظروف والتغيرات المناخية التي يترك وحده لمواجهة البحث عنه فتنشأ الصرعات بين الدول حتى وبين القبائل داخل الوطن الواحد نتيجة هذا الجفاف وهذه التصحرات المفاجئة اللي بتضرب الأفريق كمان مواجهة الإرهاب بدون مواجهة تنموية واقتصادية توطن أبناء القارة وتمنع عنهم خطر الأيدلوجيات المتطرفة فبالتالي رؤية مصر الشاملة للإرهاب ولمكافحة الهجرة غير الشرعية مرتبطة مش بس بالمواجهة العسكرية والأمنية على أهميتها ولكن بالمواجهة الأيدلوجية والثقافية بمحاصرة منابع الإرهاب وتمويلها نظن الرئيس بكرة في كلمته هيخص بكل تأكيد هذا الملف بقدر من التأكيد إن لابد تكون المواجهة شاملة لمواجهة المخاطر كذلك فيما يخص تغير المناخ حديث الرئيس سواء في قمة تغير المناخ أو في كلمته هيكون عن تحمل المسئولية رئيس ماكرون النهاردة تحدث بشكل واضح عن صندوق جديد المطلوب تمويل صندوق لمسندة الدول في مواجهة تغير المناخ مطلوب أربعة تريليون دولار هو طلب بصندوق بمئة مليار دولار شوفي أحجام التمويل الدولي المطلوب منها مليار وثلاثة من عشر فرنسا والنرويج وسوين أمريكا منسحبة من باريس ومنسحبة من هذا الاتفاق ولكن الرئيس ماكرون وجه دعوة للرئيس ترامب بتحمل ولاية المتحدة لمسئولياتها في قضية تغير المناخ هنا زي ما قلت في بداية حديثي الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المنتدى هي مجلس إدارة العالم في مقابل الإجراءات الحماية والصراعات التجارية اللي بتتبنها قرارات أحدية الجانب من الولايات المتحدة على وجه الخصوص حتى في الملفات السياسية والنزاعات المسلحة إذا ارتضينا حلول دولية القضية الفلسطينية نتحدث عن حل الدولتين والأرض مقابل السلام وانسحاب إسرائيل لحدود 67 وإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية أما قرارات الأمريكية الأحدية تزيد الأمر احتقانا وتزيد صعوبة الموقف وتفتح المجال للأفكار الراديكالية والعنيفة دي التوجهات الوطنية لكن مصر متمسكة بموقفها ورؤيتها تجاه الحل للقضية الفلسطينية طبعا أنت تذكري لما الولايات المتحدة اتخذت قرارها بالاعتراف بالنقل السفارة وقفت مصر في مجلس الأمن وأيد قرار المصر المقدم لرفض هذا القرار 14 دولة بما فيها بريطانيا وفرنسا يعني المجتمع الدولي بشرعيته بقراراته بقوانينه أمر لابد أن ندفع عنه بالتالي الأمم المتحدة ومنظمتها هي الهوية وهي المظلة التي يجب أن ننضوي جميعا تحتها لأننا جميعا نعاني من قضية واحدة سواء كانت قضية التغير المناخي أو قضايا الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية كلها قضايا عابرة للحدود ومواجهتها لابد أن تتم بشكل جميعي ده اللي بتعليه مشاركة الرئيس ومشاركة 193 دولة في دورة الجمعية العامة من كل عام طيب حضرتك في أول كلامك رتلي برضو أنه من الأهمية بما كان حضور الرئيس المحافلة الدولية دي فرصة للقاءات السنائية يعني دي برضو يمكن البعض ما بيبقاش مركز عليها قوي على الرغم من أهميتها نشرح ده معالي السفير أنه التواصل الإنساني المصطلح اللي بقينا بنكرره كتير خلال الفتر الأخير اللي هي الدبلوماسية الرئاسية لأي مدى بتسهل أو بتخلي العلاقات بشكل أفضل بتنعكس على التعامل مع الدول وفي الملف الاقتصادي كمان بس أستاذ الحضاركي كنت بعد الفاصل عشان هنروح فاصل ونرجع مرة تانية لمعالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق والحديث مازال مستمر عن ملف العلاقات الخارجية بعد الفاصل رحب حضرتكم معايا مرة تانية بجد الترحيب بمعالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق في حوار مازال مستمر حوالين طبيعة العلاقات الخارجية الإنجاز اللي مصر حققته في كتير من الملفات في الموضوع ده معالي السفير كان سئل حداك قبل الفاصل عن أهمية على هامش المحافل الدولية زي الأوام المتحدة اللقاءات السنائية اللي بيقوم بيها الرئيس مع كتير من الزعماء وقادة دول العالم الدبلوماسية الرئاسية وتأثيرها ونعكسها لكتير من الملفات ويمكن احنا كمان أقول لكم سر بس أنا معالي السفير وقت الفاصل ربطنا ودردشنا إنه علاقة ده كمان وأهمية ده باللي بيحاولوا أهل الشر إن هم يصدروا أو يتكلموا عنه أو يفبركوه الكلام ده كله ويصدروا للعالم إن فيه قلق ومشاكل في مصر وإن مصر المظاهرات والدنيا والدعوة إلى ثورة وما إلى آخره هل ده الرد العملي أو إيه نعكسه يعني نربط إحنا عايزين نقول إن المشهد الخارجي هو دلالة على مكانة الدولة ومكانة رئيسها وثقة أن تشارك مصر العالم ليس فقط في قضاياها السنائية وأوضاعنا الاقتصادية ومصر كفرصة استثمارية وعدة أمر هام جدا ولكن تشارك العالم في صياغة مستقبل العالم تتحدث عن الإرهاب وهي جزء من المواجهة الشاملة وتقدم أيديولوجية هامة لمواجهة هذا الخطر تتحدث عن الإجراءات غير الشرعية الثقة بالنفس الثقة بالوطن الذي تعبر عنه ويستمع لك الآخر ومن الذي يستمع لك المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي أنت ما كان لابد أن ينعكس هذا الإيمان وهذا الثقة وهذا الطموح على الداخل داخل لابد أن يكون مؤمن أن لديه دولة راسخة لم يعد دورها فقط دور مصري أو عربي أو إفريقي فقط هي دولة تساهم في صياغة مستقبل العالم سواء كل أمر يتعلق بالصحة أو يتعلق بالتغير المناخ أو يتعلق بالتنمية المستدامة أو يتعلق بتمويل التنمية هو يتحدث باسم المشروع القادم مشروع مصر مشروع المنطقة الهادئة البقى الساعية من أجل إعادة الإعمار أما الفلول وهؤلاء أمور لا يجب الوقوف عندها كثيرا الانتباه إلى الوطن والتركيز حول القيادة والثقة أنت يستمع إليك دوليا مشهد الجمعية العامة والرئيس يتحدث اليوم في قمة الرعاية الصحية هو مشهد يعكس ثقتك بالداخل ثقتك بأنك تستطيع أن تقود الوطن والمنطقة للأمام أمام منهج تآموري عنيف يقود المنطقة لما شاهدناه عبر السنوات من 2011 حتى 2014 علينا أن نصيغ هذه العلاقة ما بين رؤية العالم لك ورؤيتك لنفسك عليك أن تكون أكثر ثقة أكثر إيمانا بوطنك أكثر تمن إطلاعا على طبائع الأمور يعني الأمن والاستقرار يقود للتنميع الاضطراب يقود لنفاذ أعدائك إلى الداخل التحصين تحصين الوطن من خلال العمل الداخلي والخارجي والإيمان بالنفس والثقة في المستقبل أنت راجل عامل سبع تلاف كيلو متر المثل الصيني بيقولك ابني طريق تزداد سراء طب استنى شوف سبع تلاف كيلو متر وازدواء قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واكتشافات الغاز والطاقة ومستقبل هذا الوطن الأكثر تعلما والأكثر ثقافة شوفه هيكون إيه مش هيتحقق إلا لو عندك وطن والوطن دي المسؤولية مش القيادة السياسية فقط اللي يجب أن ترعاه أنت يجب أن ترعاه بتصنيعك بإيمانك بإنتاجك بتصديرك وشوف الصين من أربعين سنة كانت إيه أنا كنت في سنغافورة قريب بقول لهم إحنا بننشأ عاصمة إدارية جديدة بستة مليون نسمة مستهدفة يعني حجم عدد سكان سنغافورة وحجمها سبعمائة كيلو متر هو حجم سنغافورة إحنا بنؤسس عاصمة إدارية جديدة هتكون مثال للمدن الزكية الحديثة عايزين نستنى فيه غيرنا مش عايزنا نحصل هادي السمار فيه غيرنا مش عايزنا نوصل لدرجة النمو والنهود بمقدراتي فيه غيرنا عايز يربكنا ويوترنا وإنت عندك حلم وعندك مشروع أنا نفسي نتشارك فيه بقى كلنا ما يبقاش مشروع القيادة السياسية فقط نتشارك فيه كإعلام وكصحة وكعليم مسؤولية مجتمعية وعمل وعمل جاد لأن الإصلاح الاقتصادي أستاذ لبنى هو هيكلة هو أنت بتعيد العمود الفقري للوطن الاقتصادي السليم ولكن أنت محتاج له عضلات ومحتاج له نهود وقدرة من خلال التصنيع والتصنيع والتصدير يعني إنتاج وتصدير من خلال صناعة وواثقة وكمان من خلال مواطن هو الرئيس النهاردة لما اتكلم في قمة الرعاية الصحية اتكلم عن حملة مائة مليون صحة اللي فيها ستين مليون دخلوا ومدها النهاردة لإفريقيا كي يستفيد الجميع منها إنت هنا معنا إيه معنا اللي انت بعدته النهاردة في الرسالة بقيت ثلاث دقائق قالهم السيد الرئيس هو أن المواطن هو محل الاهتمام بعد ما عددنا السبعة تلاف كيلو متر وبعد ما أسسنا البنى التحتية اللي هي شرايين الجغرافية المصرية نتحدث الآن عن المواطن المصري عن النهوض بصحته وتعليمه وتأمينه وأنا أعتقد أنه يستحق أن يجني من الآن سمار الإصلاح الاقتصادي وأن يكون هناك أبعاد اجتماعية للتطور بما يفتح المجال لإنسان أكثر صحة وأكثر تعليما وأكثر ثقافة يعيش في وطن ممتد بمشروعات دي العلاقة بين ما هو خارجي ودقيلي أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق يعني حديث حضرتك تفاصيل جتيرة لها علاقة بالسياسة بالاقتصاد بالأمن بالتنمية يعني كلها همومه كلها لصالح الشعب المصري بالأساس يعني والمستقبل شكرا جزيلا طيب قبل ما أختم مع حضرتكم لأنه عودة على اللي بدأنا برضو الفابركة والإشعاعات والأكاذيب والكلام ده من فترة بسيطة قناة الجزيرة نشرت فيديو أزاعة فيديو بتقول تدعي فيه إنها مظاهرة من عمال شركة أو مصنع كيلو باترا التبع طبعا لرجل أعمال أبو العنين وإنه الناس بيتظاهروا وبيهتفوا هتفات معادية للدولة والرئيس الدولة وطلع على طول رجل أعمال أبو المحمد أبو العنين طلع بيان نفى فيه هذه الإدعاءات وقال إنه ده ما حصلش وإنه فيه أصوات اتركبت يعني كان مجموعة من العمال موجودين تصوروا تركب عليهم أصوات الهتفات اللي هم بيقولوا عليها دي وطبعا نفى كل الكلام ده والده برضو جاية الأكاذيب والإشعات ومع إلى آخره وإن الهجوم ده برضو حلقة سوداء في سلسلة الهجمات الشعواء اللي بتعرض لها مؤسسات مصر ويتكلم على وطنية الشركة ووطنية عمال الشركة وإن الكلام ده غير مقبول على كل أحوال إحنا متوقعين ده وهنعتاد على ده للأسف في جيد خلال الفترة اللي جاية بيحاولوا إن هم يساعدوا بيحاولوا إن هم يتكلموا على إن الدنيا هنا وهناك وفيديو من هنا فيديو من المحافظة دي والكلام ده كله علشان يعملوا الجو اللي هو فيه بلبلة وإشعات ويحسسوا داخليا شعب البصد داخليا وعلى المستوى الخارجي إن مصر في حالة ألقوا في خطر على كل أحوال إحنا دورنا إن إحنا بنواجه ده بنوضح بنرد على الكلام ده لتبيان الحقيقة أنا بشكركم شكا جزيلا أنا كده خلصت مع حضراتكم متابعتنا النهاردة وبعد حالا دلوقتي هسيب حضراتكم مع لقاء عمل وزميل عزيز خالد أبو بك طبعا حارفينه وشايفين خالد بيتابع أعمال الجمعية العامة الأمم المتحدة وكان ليه لقاء هناك مع معالي السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية هسيب حضراتكم مع اللقاء وأرجع أشوف حضراتكم بكرة بإذن الله على كل خير وبيسعدني أني أستضيف سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سيادة السفير بشكرك وشكرا على وجودك معنا النهار أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا سيادة السفير عادة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر تشارك بها دون أي غياب في كل السنوات الماضية شارك السيد الرئيس فيها وتشهد أجندة السيد الرئيس عدة محاور منها سياسية واقتصادية منها عربية ومنها إفريقية يريد حالك للقنة الدوء على الـ 48 ساعة اللي فاتت منذ وصول السيد الرئيس وحتى هذه اللحظة هو الحقيقة زي ما سيادتك ذكرت هو الجمعية العامة طبعا هي أرفع منتدى وأرفع فورم زي ما بنقول عالمي سنوي بيجمع جميع قادة الدول وزعماء العالم من رؤساء الدول ورؤساء حكومات وملوك الحقيقة يعني محفل هام جدا كل دولة من خلال رئيس رئيسها يعني بتدلو بي دلوها وفي البيان اللي بيتم تسليط الدوق عليه في الجمعية العامة بلورة بتبقى للمواقف لتلك الدولة تجاه كل الموضوعات اللي موجودة على السحة العالمية سواء ده موضوعات اقتصادية موضوعات تجارية بيئية موضوعات تهم السلم والأمن موضوعات تخصة بي الدول نفسها تمس قضاياها الوطنية محفل هام جدا حضرتك ذكرت طبعا وده شيء مهم انه سيد الرئيس منذ يعني ما تولى سياده السلطة في مصر والحكم كان حريص جدا على المشاركة في هذا المحفل العام وده الحقيقة يعني نابع من دور مصر القوي سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي مصر ليها رؤية وليها باع كبير جدا في العمل المتعدد للأطراف سواء في الأمم المتحدة سواء في الاتحاد الأفريقي سواء في جامعة الدولة العربية هي دولة مؤسسة لكل تلك المنظمات بما فيها الأمم المتحدة وليها تجربة وطنية عظيمة جدا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والإصلاح الاقتصادي وليها أيضا باع كبير جدا في محطها الإقليمي وفي القرى الأفريقية فبيبقى شيء هام جدا أنه يكتم الحضور للجامعية العامة وأن السيد الرئيس يقدم رؤيته للعالم بشأن القضايا المختلفة وأيضا بتبقى فرصة جيدة جدا لأنه سيد الرئيس بيلتقي على هامش الجامعية العامة وده شيء بطبيعة الحال موجود في كل المحافل الدولية بتعقد لقاءات صينائية ولقاءات سلاسية وأيضا هناك قمم فرعية بتعقد على هامش الجامعية العامة دعني أقول لسيادتك أنه المحفل هذا العام يعني فيه نشاط مكسف جدا لسيادة الرئيس شق خاص به العمل المتعدد الأطراف وهو خاص بالمشاركة في الجلسات الجامعية العامة وفي قمم الجامعية العامة الفرعية سواء للصحة أو للتنمية أو حجد الموارد للتنمية هناك شق هام جدا خاص به العلاقات الصينية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سيادتك النهاردة حضرت المجلس ركالي الأعمال المصري الأمريكي وهو هام جدا كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر وأيضا هناك شق خاص بالعمل الأفريقي فيه لقاءات متعددة صينائية كثيرة سوف تجمع الرئيس مع القادة الأفارقة اللي يمكن فيه لقاء ما بين سيد رئيس ورئيس سيريليون وهو لقاء هام جدا لأنه بجانب السيريليون دولة شقيقة وعضو طبعا في الاتحاد الأفريقية وفي الأسرة الأفريقية ولكن الرئيس السيريليوني بيترقص لجنة العشر وهي اللجنة الخاصة بتنسيق المواقف والتحدث باسم أفريقي أمام هذا المحفل الدولي في نيويورك اللي خاص بموقف أفريقيا من إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح وتوسعة مجلس الأمن اليوم أيضا كان فيه قمة سلاسية ضمنت السيد الرئيس مع جلالة الملك عبد الله وفخامة الرئيس برهام صالح العراقي وده تعتبر الجولة الثانية من القمة اللي عقدت أول مرة في قاهرة في مارس اللقاء كان مسمر جدا صحيح بس أنا عايزة أفعند اللقاء ده يا فندي وبالتحديد عند البيان اللي خرج من رئاسة الجمهورية البيان جاء صريحا في التضامن مع المملكة العربية السعودية وأيضا جاء صريحا في الرد على بعض الإرهاصات التي تأتي من هنا أو هناك تتعلق بالأراضي الأردنية كيف تحدثني عن هذا البيان وعن هذه العبارات بالتحديد زي ما حق ذكرت طبعا البيان جاء صريح جدا وأهم ما في سمة البيان هو اللغة المشتركة الوحيدة التي تجمع ثلاث دول مصر والأردن والعراق والحقيقة التضامن مع الشقيقة المملكة العربية السعودية كان شيء طبيعي جدا السيد الرئيس طالما ما كرر وأكد في جميع اللقاءات أنه أمن الخليج وأمن الأشقاء العرب وأمن المملكة السعودية وأمن الكويت وأمن كل الأسرة الخليجية هو امتداد للأمن القومي المصري ده شيء واضح جدا وتكرر كثير على لسان السيد الرئيس أيضا القضايا الفلسطينية بلا شك هي قضايا تاريخية وقضايا تعتبر القضايا المركزية التي مصر تهتم بها وهي مصر أكتر دولة في العالم قدمت للقضايا الفلسطينية وما زالت تقدم والموقف المصري موقف سابت وصريح تماما عودة الحق للفلسطينيين وفق المرجعات الدولية وفق حدود 4 من يونيو 65 وفق حل الدولتين وده شيء مهم جدا وفق العاصمة الفلسطين تكون القدس الشرقية ده شيء واضح ومتكرر ولا حياد عنه وأيضا سيد الرئيس في خلال المناقشات وفي خلال لقاءه اليوم مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن أنه لن يكون هناك قبول لأي حل لا يقبله الفلسطينيين لا أحد يتكلم بالإنابة عن الفلسطينيين هم أصحاب القضية ولن يكون هناك قبول أي حلم بأي حلم الأحوال إلا ما يقبله الفلسطينيون ويرتدوا البيان زي ما حكي قلت بيان قوي وبيان بيعكس التوافق أيضا شمل ما يتعلق بالأراضي الأردنية مظبوط